اخواني الله فضل اينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 30 او 2024 وهذا حديثي اليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك ازل فلاوني اخواني حياكم الله جميعا حديثي اليكم اليوم باذن الله يتطرق في جزء الاول كما تعودنا منذ ما يقارب الان من 11 شهرا الى الهمجية السهيونية في غزة والصمود الاسطوري هناك لكن ليس في غزة فقط في الحقيقة هناك ايضا همجية سهيونية على الظرفة الغربية ومقتل ما يقارب الثلاثين فلسطينيا هناك وفي الجزء الثاني من الحديث سيكون عن الجزائر عن الجزائر وايضا في جزء الثالث او الاخير سنتحدث عن العلاقات الجزائرية المغربية الى اين وصلت واين تتجه وما هي الكوارث التي حصلت وما هي المخاطر على البلدين وعلى الشعبين اذا بقيت هذه العلاقات متوترة او لقد الله ذهبت الى اسوأ من ذلك حياكم الله جميعا اذا بداية ما زال الصهاينة وبدعم غربي امريكي اساسا ما زالوا يعيثون في الارض فسادا ما زالوا يقتلون الناس في غزة بطريقة بشعة جدا وفي كل يوم يقتل الاطفال والنساء والرجال والشيوخ والكبار والصغار وحتى الرضع واحيانا يقتل حتى الاجنة في بطون امهاتهم ما زال هذا هذه الهمجية اللي حتى واحدة من الامم المتحدة مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة قالت هل فقدنا انسانيتنا هل فقد العالم كل العالم انسانيت لكي يعجز على توقيف هذه الحرب الحقيقة الحقيقة ان هناك امتعاض عالمي مما يجري امتعاض في كثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لدى كثير من المجموعات والافراد الناس الذي غضب وغضب الآن سيكبر اكثر في الجامعات الامريكية مع الدخول الامريكي مع الدخول الى الجامعات في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة ولكن مع ذلك تستمر هذه الهمجية بشكل غير مسبوك وكأن رغم التضحيات الرهيبة ورغم ما يدفع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ايضا ومعاناة اهاليهم حتى الذين هم في خارج فلسطين وهم لا يقلون عن سبعة ملايين فلسطيني في خارج فلسطين يعني نصف سكان نصف الفلسطينيين هم خارج فلسطين رغم ذلك فإن هذا الكيان ورغم ما يقوم به من توحش إلا أنه يدفع أثمان ويدفع أثمان باهظة وباهظة جدا ليس فقط في الخلافات بين أقطابه وعناصره اليوم تفجر خلاف كبير ما بين نتنياهو حسب الإعلام الإسرائيلي ووزير دفاعه قالوا أن كان هناك صراخ وتلاس حد بينهما في الاجتماع المجلس الوزاري المصغر وأن جالانت غير موافقة على سياسات نتنياهو وأن نتنياهو عازم على إقالته ولكنه يخشى من تدعياتها خاصة داخل حزب الليكون لأن كلاهما من حزب الليكون وأنه يريد أيضا الحفاظ على جالانت لأن جالانت مقرب من الأمريكيين وما زال وجوده أو ما زالت أمريكا تصر على أن لا يتم المساس به إلا أن الخصومات بينهما تكبر بشكل وتتوسع أكثر فأكثر إلى درجة دفعت بنتنياهو عندما عاجز على تمرير بعض القرارات في ما يسمى بالمجلس الكابينيت أو المجلس الوزاري المصغر إلى طرحة في مجلس الوزراء أي حيث يتواجد كل الوزراء في الداخل الحكومة وحيث لنتنياهو أغلبية داخل هذا المجلس هم يتخذون القرارات في الغالب بالتوافق وعندما يعجزون يقومون بعملية التصويت على القرارات وتكون بالأغلبية مع ترجيح لرئيس الوزراء وهذا في الحقيقة بين قوسين فقط حتى نكون دائما منصفين أي أنهم يمارسون الشورى فيما بينهم يمارسون العملية الديمقراطية فيما بينهم يمارسون رغم خلافاتهم وشدة هذه الخلافات إلا أنهم إلى حد ما يمارسون أو يتشاورون في بينهم لكن هذه المشاورات أصبحت دقاءاتهم عبارة عن صراخ أكثر من شيء آخر فقد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على بقاء قوات الجيش في محور بلادلفيا أي أن هناك أشياء أخذها نتنياهو إلى مجلس الوزراء ولكن أشياء أخرى وقارات أخرى تخذت داخل الكابينت بالرغم من اعتراض جالانت واعتراض الأجهزة الأمنية على البقاء في محور فيلادلفيا إلا أن الكابينت وافق عليها حسب الإعلام الغربي أو الإسرائيلي وهذا يعني يعني تخذ قرار مما يعني أنهم لن يذهبوا أو أنها لن تكون هناك صفقة إطلاقا أو إذا كانت ستكون محدودة إذا حدثت وإن كان هذا القرار وهو بالبقاء في كافة الظروف وتحت كافة الأوضاع داخل محور فيلادلفيا محور فيلادلفيا للتذكير هو المنطقة أو المنطقة التي تفصل ما بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية أراضي غزة هنا وكانت هذه الأراضي بما فيها معبر رفح تحت في فترة معينة كانت تحت إدارة دولية ثم عندما سيطرت سيطرت حركة حماس وطردت الخوانة من قطاع غزة وعلى رأسهم دحلان ومن معه وأيضا المجموعات المرتبطة بعباس منذ 2007 غادرت هذه المجموعات الدولية أو الجماعات أو هذه الإدارة الدولية للمعبر وأصبح معبر تديره السلطة الفلسطينية بموافقة من غزة من حكومة غزة أو من المقاومة ومن الجانب الآخر طبعا الجانب المصري وكنا نعرف وأن المصريين كانوا أكثر تصهيناً في الحقيقة من الإسرائيليين وحتى أن نتنياهو قالها وقالها الرئيس الأمريكي أيضاً قال أنه كان يتدخل الرئيس الأمريكي تدخل لدى السيسي لدى السيسي عدة مرات لكي يطلب منه أن يسمح بدخول المزيد من الشاحنات الحقيقة أنه كان هناك تواطئ تواطئ ما بين السيسي وما بين حكومة تل أبيب كلاهما يمنع وخاصة الصهاينة تل أبيب ولكن أيضاً جماعة السيسي كانوا يمنعون ويفرضون أتوات على الداخلين والخارجين سواء الداخلين لدخل مساعدات أو الخارجين الفارين من الحرب أو على قلتهم أو خاصة المتضررين والمصابين كانوا يأخذون عليهم أموال ضخمة منذ أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة أشهر منذ اقتحام رفح طبعاً المعبر مغلق في المطلق يعني لم يعدوا يدخل منه أي شيء إلا ما سمح به الإسرائيليين وخرج فلسطيني لم يعد ممكناً ومع أن المصريين يريدون عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وهذا ليس خدمة للفلسطينيين بقدر ما هو خدمة المخابرات المصرية وللمجموعات المرتبطة بها اللي كانوا ينهبوا الفلسطينيين ويفرضوا عليهم إلى غاية عشرة ألاف دولار للخروج إلا أن إسرائيل أو الكائل الإسرائيلي قرر الآن أنه سيسيطر على هذا المعبر على محور فيلاد الفيو ومن ثاني ومن ثم طريق غير مباشر على معبر رفح ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل القصر هذا يعني أنه تقريبا السفقة دهت ما فيش سفقة تبادل لأن أكيد أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل بهذا الوضع هذا الوضع سيكون وضع سيء جدا وهذا يعني أن إسرائيل عادت للسيطرة أو تصبح مسيطرة على كافة الحدود حدود غزة شرقا وغربا شمالا وجنوبا من قبل كانت مسيطرة عليهم ثلاث جوانب فقط من جانب الجنوبي اللي كان مع المصريين وأيضا أن هذا المعبر في الحقيقة لماذا السهاين يولدون السيطرة عليه لأن هناك تدخل أسلحة عبر أنفاق هم أقدموا على تدمير عدد كبير من الأنفاق لكن المقاومة في الحقيقة أبدعت في في صنع الأنفاق وفي بطرق مختلفة جدا مرات بعض الأنفاق تصل إلى خمسين متر تحت الأرض يحفرون أنفاق خمسين متر تحت الأرض وبالتالي وجودها هذه اللي في المعبر رفع أو أكثر حتى غير ممكن يعني والولايات المتحدة بآخر ما لديها من تكنولوجيا تحاول دائما اكتشاف هذه الأنفاق وكثير ما لا يكتشفون هذه الأنفاق طبعا مخابرات المصرية تخنق غزة منذ فترة طويلة الفترة الوحيدة هي فترة الانتفاضة المصرية ما بين فبراير 2011 والانقلاب اللي يوقع في نهاية جوان بداية جويلة 2013 هذه الفترة كانت مفتوحة المعابر بين مصر والفلسطينيين وغزة لكن باتخاذ هذا القراء فإن الصفقة تقريبا تكانت تنتهي الخلاف اللي تحدث عليه الإعلام الإسرائيلي قالوا من أن نتنياهو قال غالانت إن المصريين وأمريكا والجلال المتحدة موافقة على بقائنا في معبر رفح لماذا أنت ترفض ذلك فكان حسب الإعلام الإسرائيلي كان جوابه أنه لا هم موافقة الأمريكان والمصريين المهم هو موافقة السنوار لأنه إذا السنوار والمقاومة غزة هما طبعا يسمونهم الإرهابيين والمخربين لم يوافقوا فلا معنى لموافقة المصريين والأمريكيين ثم أضافوا الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تقول بأن معبر بأنهم قضوا على أكبر أكثر الأنفاق وأنه في نهاية المطاف حتى ولو كنا موجودين فإنهم يمكن للفلسطينيين أن يحفروا أنفاق أخرى ولو على بعد خمسمائة متر أو ألف متر أو ألفين متر من معبر من فلادلفيا وبالتالي هم يعرفون أنهم من ناحية التقنية ومن ناحية العملية فإن سيطرتهم على معبر أو على هذا الخط خط فلادلفيا لا يعني الكثير إنما ما يعنيه سياسيا وهذا ما يريد نتنياهو والأكثر المتطرفين معه هو أن لن تكن هناك صفقة وبالنسبة لكثير داخل إسرائيل يعني الدولة العميقة الاسطابليشمنت كبار جنيرالات حتى تقريبا كل المعارضين كل إذا لم يعيدوا ما يسموهما بالرهائن فإن هذه هزيمة لإسرائيل خرج أمس أحد كبار الجنيرالات السابقين وقال نحن ننتصر تاكتيكيا وننهزم استراتيجيا وأننا نهزمنا أننا خسرنا الحرب من ناحية استراتيجية والحقيقة أن هذا الكلام عندما سمعته يقول تذكرت مكان قلوله مزير دفاع أوستن قبل حوالي خمسة ستة أشهر حتى قالهم ممكن أن تنتصروا تاكتيكيا وقد لا تنتصرون هو ما يشتنهزمون قال لا تنتصرون استراتيجيا يعني طبعا الأمريكان يخفوا كلامهم عندما يتوجهون بالنقد للإسرائيليين لأننا معرفين قوة اللوبيات السهدونية وهذا هو اللي يقوله الآن جنيرال جنيرال إسرائيلي ولذلك أفضل شيء الواحد يتابع فيه هذا الأمور هو من عند الإسرائيلين أنفسهم لأن صراحة هناك حريط تعبير برغم كل ما تقوم به المخابرات الإسرائيلية من محاولة منع أو عدم نشر الأخبار إلى آخر لكن كبار جنيرالاتهم كبار مسؤوليهم كبار معارضيهم يتحدثون اليوم لابيد مثلا وهو يقود المعارضة الآن مع جانس لابيد مثلا يقول من أن نتنياهو كان يعلم أن نتنياهو كان يعرف وأن الأجهزة الأمنية كلها مثلا هاو هنوش شهادة رئيس المعارضة حسب هارتس اليوم في الإديتوريال انتاحها في المقار رئيس انتاحهم قالت هارتس أن شهادة رئيس المعارضة يائر لابيد في لجنة التحقيق المدنية لسبع أكتوبر تضحب ادعاء رئيس الوزراء القائل إن المستوى السياسي لم يكن مطلعا على وجود خطر حقيقي من حماس تفيد شهادة لابيد بأن السكرتير العسكري لينتنياهو اللواء آفي جيل أطلعه قبل نحو سنة على خلفية الانقلاب النظامي على خلفية الخصومة اللي كانت موجودة عندهم حول ما كان يسموه بالإصلاحات القضائية والمعارضة كانت تسميه الانقلاب النظامي بأن منظمات الإرهاب تشخص ضعفنا وشرخا تشخص ضعفا وشرخا داخليا وتوترات وفقدان أهلية في الجيش إلى جانب أزمة متشكلة مع الأمريكيين بل وكشف لابيد كشف حسب أو نقل على هذا الجنرال أبي جيل أنه وضعت وضعت أمامي المادة الاستخباراتية لمستوى تصنيف السرية الأعلى ولم يكن لمعنىها لبس فيه إسرائيل في مستوى خطر عالي على نحو خاص هذه المعلومات التي كانت وصلت إلى العبيد باعتباره زعيم المعارضة كان عندهم هناك في الكيان الصهيوني ليس كما عندنا نعتبرون معارضة خوانا ويهاجمونهم ويسجونونهم ما عدا المعارضة المزيفة في الكيان الإسرائيلي ما يحصل عليه رئيس الوزراء من معلومات استخباراتية يحصل عليه أيضا رئيس المعارضة أو الشخص الأول في المعارضة لماذا؟ لأنهم هم رغم شوف رغم خصوماتهم صراعاتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إلى آخر إلا أنه هناك قانون يتحكمون إليه وهذا القانون هو أنه لا أحد يخلد منهم في الصند إنما يتحكمون إلى صندوق الانتخابات وتتغير الحكام صحيح نتنياهو ظهر بوجه ديكتاتوري لكن مقارنة بالدكتاتوريات اللي عندنا لا يقارن ولذلك الإنصاف من عندنا وش يقول يقول أنهم همجيون إلى حدود ليس لها وصف خاصة مع من نشاهده في غزة ولكن فيما بينهم رغم خلافاتهم رغم خصوماتهم إلا أن لديهم قانون يتحكمون إليه ولديهم برلمان وهذا البرلمان يلعب دور رئيسي ليس برلمان الحلقات وبيعي المخدرات وإنما يلعب دور رئيسي وأن المعارضة رئيس المعارضة يتلقى نفس المعلومات من الأجهزة الاستخباراتية اللي يتلقاها رئيس الوزراء لأنه ممكن يكون هو رئيس الوزراء إذا ما فاز في الانتخابات القادمة دالا بيد حسب هارتس بأن رئيس الشباك رونين بار هو الآخر حذر نتنياهو على حد قوله عشية إلغاء علة المعقولية التقى ببار وسمع منه تحذيرات عن التدعيات الأمنية لانقلاب النظام والشرخ الداخلي الذي يحدثه وسأل بار صراحة إذا وضعت هذه التحذيرات أمام نتنياهو ووزراء الكابينت وكان الجواب بالطبع نعم أي أن أيضا رئيس الشباك رئيس المخابرات الداخلية مش ناصر الجبان اللي عندنا احنا مش دي جسي اللي عندنا احنا طبعا ناصر الجبان عندنا احنا كان يقتل وياخد 20 مليون كما قال صاحب اللي كان معاه الهواري على كل رأس لا نعم عندهم شخصيات بمستوى كبير جدا ويمروا عبر مراحل لم يقتلوا يهودا هم طبعا كل ما يقتلون الفلسطينيين اكثر كل ما يترقون في المناصب احنا العصابات اللي رأي عندنا اليوم في المخابرات كل ما يقتلون الجزائريين كل ما قتلوا ويقتلون الجزائريين اكثر كل ما يترقون في المناصب وعلى قول تبون وجد روح كسي ناصر وكانه يريد وكانه يعتقد ان هذا كسيدو ناصر ناصر الجبان هذا انه يخيف الاحرار لا هذا الخوف بيناتكم انتما الاحرار لا يخافون من هؤلاء الاحرار الحقيقيين يخافون فقط من الله سبحانه وتعالى المهم يقول بان لبيد بان هذا رئيس الشباك اخبره بانه ايضا اخبر نتنياهو بالمخاطر اي انه عندما كانت الخصومة واللي تابعوني هنا يعرفون انتحدثت عليها مطولا كانت في جنوبي 2023 بدأت الخصومة بيناتهم واستمرت عدة اشهر حوالي خمسة اشهر ثم حاولوا ان يجمدوها وبعدين جاهم الصيف وبعدين جاتهم سبع اكتوبر وهذه الخصومة كانت على ما سموه الاصلاحات القضائية حكومة نتنياهو يسموها الاصلاحات القضائية المعارضة كانت تسميه الانقلاب النظامي او علة المعقولية بمعنى انهم كانوا يريدون ان باختصار ان انحيوا بعض الاختصاصات للمحكمة العليا تعود الى الحكومة بدل المحكمة العليا المحكمة العليا في اسرائيل ما زالت حتى الان عند هذا التخصص او هذه القدرة تستطيع إلغاء قرارات رئيس الحكومة قرارات الحكومة قرارات الوزراء اذا ما رأت انها غير دستورية اي ان المحكمة العليا في اسرائيل هما ما عم لهمش دستور مكتوب كما تعرفون اسرائيل مثل بريطانيا وبعض الدول قليلة جدا اللي ما عندهش دستور مكتوب طبعا في اسرائيل يختلف الوضع يعني بريطانيا عندهم تقالية تعود الى حوالي الف سنة يعودون اليها اما في الكائن الاسرائيلي بين الاسباب اللي ما عندهمش دستور هو أنهم ما يعلنوش عن الحدود يعني الدستور يعني يقول لك أنه حدودنا كذا إلى آخرين يعني الدستور يرتب الحدود أما حدودهم مطاطية تتوسع حسب قوتهم وحسب ظروفهم هذا أحد الأسباب المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى أن محكمة عليا وتقوم بأدوار المحكمة العليا كما في أي دولة أخرى إلا أنها أيضا تقوم بدور المحكمة الدستورية أي تستطيع إلغاء أي قرار للوزراء ولرئيس الوزراء ولأي شخصية في الحكومة أو في المناصب الرفيعة إذا رأت أنها لا تتوافق مع ما يعتقدون أنه تقاليد دستورية وأضاف لبيد بأنه حضر مداولات لجنة الخارجية والأمن في أيلول أقرأ لكم أن هذا المقطع المهم جدا وخاصة أنه جاء في إيديتوريال في أيلول الماضي وهناك بلغ عن أن الرضع الإسرائيلي تآكل درماتيكيا أعداؤنا يعتقدون بوجود فرصة نادرة أمامهم للمسي بنا هذا لا بيدي يقول من أنه أخبرهم أخبر كبار قادة النظام حكومة لما حضر في لجنة الخارجية والأمن في المداولات باعتبار رئيس المعارضة قال لهم بأن أعداءنا يعتقدون بوجود فرصة نادرة أمامهم للمسي بنا كما أنه السبب الذي جعله يطلق تصريحات لوسائل الإعلام عقب تلك المداولات وقال أن كل رؤساء جهاز الأمن الجيش الشباك الشرطة هيئات الاستخبارات يحذرون الحكومة والكابينت من اشتعال عنيف تعزي شهادة لابيد للدعاء بأن قصور 7 أكتوبر هو بمسؤولية رئيس الوزراء رغم جهد نيتنياهو وحكومته المتواصل لتشويش الآثار وضحرجت الذنب على الجيش هذا الأسبوع نشرت تسجيلات على اللقاء بين مخطوفات عدن من الأصل وأبناء عائلاتهم من جهة ونتنياهو من جهات أخرى وسمعت سارة نيتنياهو فيها تجيب مخطوفة أصرت على تحميل نيتنياهو المسؤولية قائلة لها حين لا يرون له شيئا كيف سيعرف لأن هذه زوجة رئيس الوزراء كانت حاضرة في لقاء بين نيتنياهو وبين ما يسموه هنا المخطوفات بعض المخطوفات الإسرائيليات اللي عادوا في إطار السفقة اللي وقعت في نوفمبر كما تذكرون زوجة رئيس الوزراء ترد على إحدى المخطوفات تقولها لم يخبروه الأجهزة الأمنية لم تخبر رئيس الوزراء بأن قد يحدث هجوم علينا من طرف الفلسطينيين هنا تنقل إذن الصحيفة كيف أن نيتنياهو وزوجته وابنه ومقربين منه يهاجمون دائماً الرؤساء الأجهزة الأمنية وبالفعل لو استجاب رئيس الوزراء للتحذيرات بدلاً من أن يبدو متثائباً وغير مكترف بالموضوع على حد قول لبيد لما تعرضت إسرائيل للضربة الأصعب في تاريخها الضربة الأصعب في تاريخها لو كان لنتنياهو قطرة استقامة لاستقال ولما خرج من عتبة بيته لشدة الذنب والخجل بيعني أن يبقى سجيل لبيته هذا مرة أخرى تلخص هذا المقال يلخص خصوماتهم ويلخص استهامات فيما بينهم ويحمل المسؤولية مسؤولية ما حدث أصلاً في 7 أكتوبر لنتنياهو اللي هو يحمل المسؤولية لقادة الاستخبارات وقادة الجيش وللمعارضة تحمله هو ولكن مشكلتهم أيضاً أنهم حتى فيما بينهم أيما بين رئيس الوزراء وزير دفاعه اللي هم من حزب واحد وما زالت الخلافات متواصلة بينهم الولايات المتحدة تجد نفسها في وضع سيء للغاية الإدارة الأمريكية لماذا؟ لأن الآن واضح أن نتنياهو لا يريد صفقة يريد أن يماطل ولماذا يريد أن يماطل؟ لأنه يعتقد أن هناك احتمال كبير أو هناك على الأقل احتمال أن يفوز ترامب وإذا فاز ترامب فإن ترامب سيذهب أكثر بكثير من بايدن ومن الإدارة الديمقراطية الراهنة أو الإدارة لوجات إدارة هارس ترامب قال أكثر من ذلك قال أنه يريد أن يوسع إسرائيل وأنه رأى الخريطة وجد أن إسرائيل صغيرة يريد أن يوسحها طبعاً يوسحها في اتجاه سوريا في اتجاه العراق في اتجاه مصر في اتجاه حتى السعودية نعرف أن هناك حدود قليلة صغيرة صحيح لكن موجودة مع السعودية خاصة في نقطة لتلتقي فيها الحدود الأردنية الفلسطينية المصرية هناك السعودية أيضاً طبعاً هذه النقطة الآن سيطر عليها إسرائيل وتسمى إسرائيل في منطقة طابة بالذات منطقة طابة اللي اليوم كان فيها كان فيها معركة بالأيدي بين مصريين وإسرائيليين الإسرائيليين يأتون بكثرة إلى طابة طابة الآن تحت السيطرة المصرية وهي نتاحهم تقريباً نتاحهم ومحمية حماية رهيبة جداً من الجيش المصري وأيضاً من الخبرات الإسرائيلية التي تلعب في مصر كما تشاء لكن مع ذلك بعض المصريين خدمين موظفين في فندق شتمهم إسرائيلي فضربوه جاءوا إسرائيل آخر لنضربوهم بش يوريليك حقيقة المنقف الشعب المصري وهو أنهم عمر كما نقولون بالمرارة اللي يراها في ما يحدث لإخوانه في فلسطين لكن طبعاً السيسي صهيوني لا يقل صهيونية لهوة ولا الملك عبد الله ولا ملك حاكم السعودية ولا الإمارات إلى آخره أن نذكر هذون في الغالب لأن هذون هم المحيطين واللي جرائمهم واضحة وبارزة طبعاً عن صهاينة العرب كثيرين في المنطقة العربية من الحكام وعلى ذكر الملك الملك الأردني اسمعوا شي يقول أحد جينيرالاتو اسمعوا شي يقول أحد جينيرالاتو هل تصدق أنه لم يأتينا من إسرائيل لا تحت الهواء ملحوظة ولا فوق الهواء ملحوظة بأنكم أنتم تغفرون هذا الموضوع نحن نمتلك حدود ثلاثمائة وخمسستين كيلومتر مع إسرائيل نسيطر عليها سيطرة كامة بأدق الأجهزة التي قد تخطر عبارك الأمريكية أيضاً يقابلون أبراج وحساسات وقرون استشعار وغيرها من هذه الأمور من الجانب الإسرائيلي لذلك الأشعة تحت الحمراء لا يستطيع أن يتحاولوا عدة مرات هناك بعض الخلايا أنها تم التحقيق معها وتبين أنها على علاقة مع إيران وتم تحويلهم إلى القضاء العادل اللي ينالوا منه أما من عندنا لا يمكن أن يكون ولا حتى طلقة واحدة طلقة واحدة طلقة واحدة مفتخر طبعاً هو يتكلم هنا مع قناة صهيونية يعني قناة صهيونية مسهانة العرب يعني ويقول ولا سننشوف وش من قناة حتى من لا لا عفواً مش عفواً هل تصدق أنه لم يأتينا من إسرائيل لا تحتاج لنقلتها هذه قناة البي بي سي منقولة عن قناة البي بي سي البي بي سي عربية هنا يقول بصرح العبارة ولا طلقة واحدة ما تمرش وقال بينا وبين الإسرائيليين 360 كيلومتر أو حاجة هكذا هو بدل ما يقول بيننا وبين الأراضي المحتلة وبيننا وبين ضفة الغربية يقولك بيننا وبين إسرائيل لأنه هو في نهاية المطاف هؤلاء يعني كان بعض الأردنيين حكام يعني شنيرالات وزراء مسؤولين كبار أكثر صهيونية من بعض الإسرائيليين اليهود بعض الإسرائيليين اليهود يقفون أو يدافعون أو يحتجون شفنا فيه مثلاً برلماني برلماني إسرائيلي كان معا المحكمة الجناية الدولية وساندها في إصدار مذكرات التي لم تصدر لحد الآن لكن على الأقل في توجيه الاتهام لقدم كريم خان وجدنا مثلاً برلماني إسرائيلي بينما جنيرالات أردنيين إعلاميين وزراء أكثر تصهيناً وخدمة لإسرائيل حتى من بعض أبنائها من أبنائها اليهود ولذلك القضية هنا ليس ما هو دينك أو أصلك أو عرقك أو لغتك لا هي قضية مواقف قضية مبادئ قضية قيم لأن رأس الميليشيات الفلسطينية اللي شفناه قبل أسبوعين يتبجح في البرلمان التركي ويقول أنه إما الناصر وإما الشهادة تقول هذا أصبح من قيادات المنقاومة هذا عباس الأخبار اليوم صدرت أمس وأول أمس واليوم كلها تقول بأن التنسيق الأمني مستمر ومستمر بشكل حتى أفضل مما كان قبل 7 أكتوبر ولذلك في حين يسارع سموتريتش وبنغفير ونيتنياهو إلى الضغط على الضفة الغربية والضغط على الفلسطينيين هناك فإن قادة الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية في الكيان يقولون لا لازم نحافظ على السلطة الفلسطينية إنها تقوم بدور رائع إنهم يقدمون لنا معلومات هائلة حتى عندما تغزو إسرائيل مدن الضفة الغربية مثل جينين جينين لأول مرة منذ عشرين سنة لم تقوم فيها صلاة الجمعة منذ أكثر من عشرين سنة اليوم جينين هذه واحدة من أكثر المدن مقاومة وصمودا في التاريخ الفلسطيني مع ذا وحتى مع مقتل حوالي 29 فلسطيني الإسرائيليين قالوا عشرين منهم من المسلحين الإرهابيين كما يسمونهم أي من المقاومة وقتل فيها واحد من أشهر المقاومين يسمى بو الشجاع وبو الشجاع هذا كان تعرض للاعتقال لدى أجهزة عباس دعنا دائما نذكر أن أموالنا نحن من الجزائر تذهب إلى أجهزة عباس التي هي في خدمة الكيان الصهيوني وبالتالي إنما تبون يزعم أنه يدعم فلسطينيين فالحقيقة لا الحقيقة أنت تمول الميليشيا اللي هي في خدمة الكيان إذا لم تكن تعلم فهذه مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم لكن أنتم تعلمون ذلك أتذكر أنه قبل حوالي سنة أو عندما قدم تبون مئة مليون دولار لعباس وكان وكان في زيارة الجزائر ونشروها والجزائر تقدم مئة مليون دولار للشعب الفلسطيني إلى خرجة السفير الأمريكية اللي رأي هذه الأيام من غادرت أو على بواب تغادر الجزائر وقالت نشكر رئيس تبون بعد أن استقبلها تبون قالت نشكر رئيس تبون على تقديم مئة مليون للسلطة الفلسطينية أي للميليشيات عباس اللي هي من يريد أن يبحث عليه إذن عملية موسعة أدت إلى دمار وتجويع وقتل وتدمير مدن في الضفة الغربية ب مشاركة ومساعدة من السلطة الفلسطينية طبعا هما ما يخرجوش يقولوا ورانا هنا في خدمة إسرائيل هما يقدموا المعلومات يعتقلوا بعض الناس إسرائيل تطلب منهم اعتقالات معينة تطلب منهم تجسس على أسماء معينة تطلب منهم اختراق السلطة الفلسطينية تحاول اختراق كل مجموعات المقاومة في الضفة الغربية تحاول اختراقها بل أنهم ذهبوا أكثر من ذلك تتذكرون قبل أربعة أشهر نظن في أيام رمضان أو بعد بشوية كانت أعلى المقاومة القبض على عدد من الفلسطينيين اللي أرسلهم رئيس المخابرات لتابع لعباس لسلطة عباس لاختراق المقاومة داخل غزة كانوا أنذاك يحضرون لبديل للمقاومة في غزة ها وباش أخواننا خاصة في الجزائر أخواننا الأحرار أخواننا العقلاء أخواننا الام يسمعوا وصلوا لهم هذه المعلومات لأن رح كان تلبيس كان بروباغندا كبيرة جدا وصلت هذا البرباغندا في فترة معينة يقول لك رك عارف شكون رك عارف شكون يخطط لسبعة أكتوبر في لما فاتت الأيام اللي فاتت الأيام الأولى في أكتوبر ملأ الحنوشة في الجزائر ديراس وعناصرها ملأوا في القهاوي يقول لك واش داهم واش داهم يمسوا فيهم واش داهم يخربوا استخدموا هذه العبارة واش داهم يخربوا في إسرائيل هم اللي راحوا علىها يروحوا يديروا سبعة أكتوبر هذه طبعا هذه الإجابة كان أجاب عليها حتى الأمين العام اللي هو يعني ما هوش لا من المسلمين ولا من العرب قال لهم سبعة أكتوبر ليست وليدة سبعة أكتوبر لكن المخابرات في الجزائر عناصر المخابرات أنا طبعا دائما استثني هناك دائما أشخاص وحتى بعضهم تواصل معنا في فترة بعضهم ما زال متواصل معنا من ضباط المخابرات اللي هما أكيد أنهم أحرار أو على الأقل أنهم مخلصين للجزائر وبعضهم يحاول أن يقدم بطريقته معلومات لكن الكثيرين للأسف بالنسبة إليهم هي قضية خبزة راح عارف باللي شاهدين مش صح مش صح لا أمام الله لا أمام الشعب لا في الوطن لا للشهداء راح عارف باللي مش صح راح عارف في خدمة راح في خدمة نظام إجرامي في خدمة عصابات راح عارف هذه لكن يقول لك الخبزة لا هذه مش خبزة هذا راح صحت هذا راح تأكلون في بطنكم نارا وتوكنوا فيها لأهليكم ولأولادكم اللي يكون مع هذه العصابات اللهم إلا كما قلنا مؤمن آل فرعون يعني كاين بعض الأفراد اللي هما في حقيقة موجودين داخل المخابرات لكن مينوش يخدموا للعصابات هذا قلة هذا الاستثناء لكن عناصر المخابرات اللي راي تنفذ الأوامر مهما كانت هذه الأوامر راي تقوم بكوارث ضد الوطن وأن مسؤوليتها إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر مسؤولية عظيمة هننذكرهم باش ما يقول لك ما كناش عارفين فكانوا نشروا آنا ذاك قال لك أن هذا تجمعت حماس راحوا خربوا في إسرائيل بعدين طبعا الناس بدأت تردلهم وقلهم لا لكن هذي حماس وغزار هم محتلين وعندهم أكثر من 70 سنة احتلال وتحت الحصار إلى آخر بعدين وشو اللي يقولوا داروا رواية أخرى باش يدلسوا على الناس باش يلبسوا على الناس باش يكلبوا على الناس قال لك رقمك مش عارفين باللي هذي 7 أكتوبر رأي خططت في الجزائر خططت في رئيس جمهورية وكانوا حتى مرات يعني شدة الفيلم الهندي يقول لك وكي يجاو وشمعت حماس قبل عام كانوا هادروا معهم ودروا اجتماع اجتماع خاص إلى آخره طبعا هذي تقدر تفوت على بعض المراهقين حتى بعض كثير من المراهقين ما يصدقوهاش وهو أن الجزائر شاركت أن العصابات جزائر الأسيرة شاركت في 7 أكتوبر وهي اللي خططت لها لأنه الناس دورت دعوة لهم يقول لهم لا الفلسطينيين راحوا هاجموهم لأنهم راحوا تحت الحصار كما كنا احنا مستعمرين احنا الثورة بدأت أول نوفمبر وش كانت؟ كانت هجوم أول نوفمبر كانت هجوم من الجزائريين على الإدارة الاستعمارية على المستوطنين الاستعماريين على الجنود الفرنسيين على البوليس الفرنسي الهجوم بدأ من عندنا أليس كذلك؟ هكذا بدأت الثورة بدأت بهجوم ليلة أول نوفمبر فالسبعة أكتوبر هذه تشبه أول نوفمبر في كثير من أبعادها وإن تختلف معها في زوايا أخرى وقلت أن الأمريكيين وجدين قلق قلق حقيقي ودلائل هذا القلق هاه مثلا أحد مؤشراته أو أحد وقائعه كما ترون هذه المرشحة الأمريكية كامالا هاريس اللي رأيه الآن تتفوق على ترامب بنقطتين إلى ثلاث نقاط ومرات حتى أربع نقاط في صبر الأرع وهنا كان لها لقاء مع الناس مع مناصرها والأغلبية الجزء كبير من القاعة وجزء أساسي من القاعة كان ضدها ما خلاش تتكلم وكانوا يرفعوا في شعارات مع فلسطين وحرية فلسطين وتحرير فلسطيني لآخره أزعجها الموضوع وصبرت لثواني ثم شفوا إجابتها تحرير فلسطيني لك تحرير فلسطيني لك تحرير فلسطيني لك دعوني أقول شيء يعني لم تركوهاش تتكلم وهذا مزعج لهم بشدة لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية التي تجري الآن منذ 250 سنة أو يزيل تكون قضية تعنينا نحن مباشرة تعني المسلمين مباشرة هي القضية الرئيسية في انتخاباته ولأول مرة قد يخسر رئيس أمريكي أو مرشح أمريكي مثلها الانتخابات بسبب غزة أحد الأسباب التي أضعفت بايدن قضية غزة ودفعت به إلى الخروج مكسورا منكسرا مخذولا من السباق صحيح كان هناك أسباب أخرى خاصة كبر سنه والأخطار التي ارتكبها لكن العشرة أشهر الماضية كلها قضاها أو الجزء الأكبر منها من وقته قضاها في قضية غزة تواصل مع السيسي أكثر من 20 مرة مع أمير قطر أكثر من 20 مرة أرسل وزير خارجيته 11 مرة أرسل وزارة دفاع أرسل الجنرالات أرسل الجوش أرسل البواخر البوارج الطوائرات وهذا كان المتحدثين باسمه كان الجزء الأكبر غزة ثم تأتي أوكرانيا مع أن الحرب مع أوكرانيا هي حرب مع قوة نووية أخرى هي روسيا ومع أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى هيمنة روسية على نصف أوروبا وتغير موازين العالم كلها لكن كانت غزة تفرض نفسها فرضا وما زالت فرضاته فرضا وهنا هذا اللقاء في ولاية جورجيا وولاية جورجيا هي أحد الولايات اللي يسموها المتأرجحة واللي يفوز في جورجيا تقريبا هو اللي يفوز بالرئاسة الأمريكية وتجد كامالا هاريس هنا ونفسها أمام جزء من الحاضر في أنصار الحزب ديمقراطي تواجه أنصار غزة اللي قاطعوها وبشدة وإذا خسرت الحرب سيكتب التاريخ أن قضية غزة هي التي هزمت الديمقراطيين في انتخابات 24 سواء الرئاسة أو على المستويات الأخرى لأنه عندهم عدة انتخابات هاي واش تقول الإذاعة الوطنية الأمريكية عن صفارة واشنطن من القدس إدارة بايدن تحف إسرائيل على التغيير وطيرة أوامر الإخلاء بغزة أوامر الإخلاء المتزايدة تؤدي لنزوح متكرر لعشرات الآلاف في غزة الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء في ظروف غير آمنة الأعمال العدائية تشكل خطرا على من يمتلثلون لأوامر الإخلاء هذه هذه الإذاعة الأمريكية الرسمية ونقلا عن السفير الأمريكي في الكيان السفارة الأمريكية في الكيان فمنزعجين انزعاج شديد وهذا الانزعاج وصل إلى درجة أن لأول مرة في تاريخ هذا الكيان اسمعوا هذا الخبر بحيث الاتحاد الأوروبي الآن يناقش إمكانية فرض عقوبات على وزيرين من الكيان الإسرائيلي هذا لم يتم من قبل إطلاقا نزل نصدرش القرار لكن أصلا المناقشة لم تتم أبدا من قبل اسمعوا الخبر تبع هذا الخبر تلويح أوروبي بعقوبات على الوزيرين سموتريتش وبنغفير وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أنه يعمل مع أصدقائه في أوروبا لمنع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار في اجتماعهم اليوم بفرض عقوبات على وزيرين المالية بتسل إيل سموتريتش والأمن القومي إتمار بنغفير إذن صحيح هناك تواضع غربي وخاصة في البداية والتواضع أوروبي خاصة في البداية لكن حتى الأوروبيين اليوم منزعجين جدا إلى ما تذهب إليه الأمور إنهم يعلمون أنهم يخسروا في مصالحهم الرئيسية في المنطقة وهذا الموقف موقف الإسرائيلي المتوحش لأيضا ما يفعل في الضفة مش فقط الهزة يضعفهم يضعف القانون الدولي يضعف ما يسمى بالمجتمع الدولي اللي هما يهيمنوا عليه الأوروبيين والغربيين عموما يضعف موقفهم أمام الصين يضعف موقفهم أمام روسيا يضعف موقفهم أمام بعض بعض الناس داخل أوطالهم شعوبهم يضعف موقفهم في قضايا الديمقراطية وحق الإنسان التي يتبجحون بها والآن تظهر أنها نفاقا وكذبا أمام الشعوب الأخرى والدول الأخرى يضعفهم بشدة إلى درجة أن ألمانيا وهي من أكبر داعمي هذا الكيان إلى درجة أنها جعلت في القانون الجديد لطلب الجنسية الألمانية يجب على طالب الجنسية الألمانية أن يعترف بحق إسرائيل في الوجود تخيلوا ذلك يعني الدولة تفرض في قوانينها لكي تنال الجنسية أن تعترف بحق دولة أخرى في الوجود مع ذلك خرج الألمان تخيلوا ماذا قال الخارجية الألمانية إسرائيل قوة احتلال في الظفة الغربية أي أنها ملزمة بحفظ النظام وإنهاء الاحتلال بأقرب وقت قلقون للغاية بشأن الوضع بالظفة الغربية مع العدد الكبير من المدنيين من القتلى وحجم الانتهاكات هذه ثاني أهم دولة في الغرب تدعم هذا الكيان بلا حدود لكنها تشعر بالانزعاج مما دعاها إلى إصدار هذا القرار نتوقف هنا في ملف غزة دائما الحديث له شجون في هذا الموضوع خاصة ونحن نعلم أن التدعيات التي ستأتي أن تدعيات سبع أكتوبر تدعيات طفان الأقصى تدعيات الهمجية الصيونية تدعيات النفاق الغربي ستكون كبيرة وكبيرة جدا على العالم إننا نتجه إلى عالم آخر بدأت كثير من زواياه أو بدأت بعض زواياه تبدو لمن له بصيرة ويرى حقيقة أين نتجه إن نتجه إلى عالم آخر وهذا العالم سيمر بمرحلة بمرحلة تقلبات كبيرة واضطرابات شديدة قبل أن يعود إلى الاستقرار إذا عاد في أوضعنا الداخلية هاي بعض البدايات نبدوها من هنا هذا أسر المخطوفين 29 أعود 2024 قصنطينا اليوم رانا موجودين لإحياء اليوم العالمي للاختطاف القصري هو المفروض يكون 30 أعود لأنه 30 أعود رح تكون يوم الجمعة فأثرنا أن نحيي هذا اليوم الخميس لاستذكار قضية أبنائنا وادوينا المختطفين إذا المظاهرة لبعض يسمحوني أن يقطعت الحديث متع السيدة باش نعلق عليه شوية ونمضي إلى الأخبار الأخرى لأنه حقيقة هذا موضوع مؤلم ومؤلم جدا أنا شخصيا حدثت عليه مئات المرات بدون مبالغة سواء في اللايبات أو في القنوات أو في الكتابات أو وأنا لكل جزائري في الحقيقة أن يفهم ما حدث خاصة من الجيل الجديد ومن الشباب وخلاصة القول أن عصابات أن كابرانات فرنسا اعتقلوا وخطفوا اعتقلوا عشرات الآلاف من الجزائريين حتى لا نقول مئات من الآلاف وما تعتبروها مبالغة رغم لمروا على السجون في التسعينات يزيد عن أربع مئات ألف بعض المصادر تقول خمس مئات ألف جزائري مر على السجون أو الاتقال بعضهم لم يعودوا أبدا مصادر الأسر المخطوفين والمحامين تقول أن عددهم لا يقل عن ثمنتعشر ألف بعض المصادر تحدث على عشرين ألف كما كان يحيي عبد النور رحمه الله يتحدث وهو أحد كبار المحاميين اللي دافعوا على المظلومين وعلى المخطوفين مع محاميين آخرين من الأحرار مثل رشيد مسلي محمد طهري وغيرهم اللي دافعوا في تسعينات لما كان ذبح إذن أكثر من ثمنتعشر ألف مخطوف العصابة اعترفت قبل حوالي عشر اتناعشر سنة عندما كانوا يسمون المصالحة والوئام قريبا عشرين سنة الآن اعترفوا بحوالي ثمانية ألف اعترفوا في النهاية أن هناك حوالي ثمانية ألف لكن الكالثة في احترافهم هما أنهم قالوا أن هذه كانت عمليات فردية ثمانية ألاف شخص هما أكثر كما قلنا هما أكثر من ثمانتعشر ألف لكن دعونا نأخذ الرقم اللي قالوه قالت العصابة ثمانية ألاف شخص هي مبادرات شخصية يعني واحد بوليسي مجنون ولا واحد ضابط مخابرات ولا دركي ولا راح اختف هو المجموعة انتهى وشخص هنا وشخص هنا تكلم على الألاف إلا نتكلم على ثلاثة أو عشر عشرين أو خمسين أو مئة نتكلم على الآلاف كيف يكون الموضوع فردي أو مسئولية فردية وأن لا مسئولية للدولة في هذا لا مسئولية للكابرانات فرنسا اللي داروا الإنقلاب وكابرانات الكابرانات اللي راح يشتغلوا معهم واللي جوا من بعدهم مسئولية شنغريحة شنغريحة شخصيا مسئول على عدد معتبر من الذين خطفوا ولم يظهر لمخبر إلى الأبد ناصر الجبان على قادر حداد هذا اللي يسمه ناصر الجبان شخصيا مسئول على قتل عدد لا يعرف بطبيعة الحال لكن نحن نعرف أنه بالعشرات لا يكون من المئات من المخطوفين جبارمهن شخصيا ما يسمى بمدير المخابرات الخارجية مسئول على المئات أكيد من الذين خطفوا ولم يعودوا إلى بيوتهم هؤلاء الثلاثة هم أكبر ثلاثة جنيرالات اليوم في الجزائر مع جنيرالات آخرية ولذلك هذا الثبات انتحض الأسر طبعا هذا الأسر كثيرين منهم أمهات ماتوا وأباء ماتوا كل عام ينقص منهم لأن طبيعة الأشياء وماتوا ولم يروا خبرا على فلذات كبدهم كإن أبناء ماتوا أباءهم خطفوهم أبناء ماتوا أو أصيبوا بجنون والمتسبب فيه هو خطف أباءهم والطريقة اللي خطف بها أباءهم بعض الناس اللي خطفوهم جاءوا خطفوهم بعنف رهيب ومارسوا العنف عليهم أمام أطفالهم الصغار أمام زوجاتهم بعض الزوجات أجهضت وبعض الزوجات كانت حاملات لما ولدت جابت البنت أو الأبن اللي جابته مريض لأنها شعرت بألام رهيبة وكانت في حال نفسية مدمرة فأثرت على الجنين فولد مشوها في عقله أو في جسده بعض النساء لم يتزوجن أبدا بعد أزواجهم وبعضهم حتى لم يتزوجن كانوا متزوجات كانوا على بواب الزوج فقتل الخطيب أو الزوج اللي كان للمستقبل خطف فلم يتزوجن أبدا وقصص مريرة مؤلمة وماذا فعل كابرانات فرنسا وكابرانات الكابرانات بالبيئات التبهديلة ولت عالمية هل نعود نذكر بها بالرغم أنها ملأت الدنيا لكن لأنه خرجت بعض الأذناب وبعض الذباب باش يستغفلوا الناس قال لك لا تبقون كان يتكلم قال إفريقي يراه تم تلاعب فيما قال خلينا ناخذوه من إحدى القنوات الجزائر حيث أثار تصريح جديد لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن وضع اقتصاد البلاد الكثير من الجدل والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك خلال تجمع انتخابي بمدينة وهران للفوز بفتاة رئاسية الجديدة تبون قال إن اقتصاد الجزائر أصبح الاقتصاد الثالث في العالم أكد رئيس الجزائري أمام الحاضرين أن الاقتصاد الجزائري انتقل من مؤخرة الترتيب إلى الرتبة الثالثة عالميا دون أن يقدم بيانات أو معطيات تدعم ما قاله اليوم أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم ولكن هالمنحة إحنا الدولة الوحيدة اللي دمها ولكن الجفاف تعمل انتقاء خلال فارغ إذن نعمرهم المناطي الخرش وهذه كل جزائر اللي قد ردينها ردينها المشاريع بهدلنا الله يبهدله الله يبهدله دنيا آخرة والله ما رأي نضحك ضحيفا وإنما ألما مرات يوصل بك الألم إلى حد أنك خلاص بهدلنا من بين الحاجات يقول لك هذه المشاريع مدينها غير الجزائر ومشاريعها كارثة لا تسخد الأمطار رأي البلاد تغرق المدن اللي تسيبها شوية أمطار تغرق تكون جدا لنا الفيضانات والرياح تقع في اليابان ولا في الصين ولا في الهند ولا في أمريكا كل جزائر اختفت من الوجود والمنحة غير جزائر بدلنا من كل اتجاهات طبعا أنا عاود انشرت وهنا من قناة وقناة صحابهم أيضا هذه القناة العبرية لأنها جايبة الخبر كما هو القنوات العالم في الحقيقة قنوات العالم كلها مندهشة حتى البعض برسوم كاريكاتيرية إلى آخره يجوه يطيحوا بألمانيا واليابان وكانهم يحطوا الجزائر بدلها طبعا بعض الناس يقول لك غلاط لأنه كان يقصد إفريقيا إلى آخره يوم ما عندوش هالتصريحات فقط راي عندو تصريحات كارثية شاء الله في اللايف القادم والله اللي بعد ونجيب لكم مجموعة تصريحات وكثيرين منكم أنا أكيد رايكم تعرفوها راي عندو تصريحات كارثية في الحقيقة أحد الأطباء اكتب لي رسالة مطولة قال هذا راي عندو كثير من أعراض الأمراض العقلية والنفسية لأن تصرفاته طريقة حديثه أكاذيبه وجهه كل شيء يقول بأنه مصاب من مجموعة أمراض والحقيقة الحقيقة أني تنهى إلى علمي من أكثر من مصدر من أن جماعة التوفيق اللي كانوا كانوا لا يريدونه وكانوا يحبين يجيبوا وحدة أخر ما كانوا بالمناسبة لكن حسابات شنغريحة رأت أنه تببون أحسن من أن يجي واحد من جماعة توفيق فيجد شنغريحة نفسه في السجن وقد أطيحها به بالرغم من أن هذا لا يعني أن شنغريحة لن يتم الإطاحة به بعد بداية العهدى الثانية اللي تببون طبعا ليش تببون اللي يطيح به الجنرالات اللي يديرون السامفونية في الرئاسة وعلى رأسهم ومعهم أثامنية قاية القوات البرية وقاية القوات البرية يريد أن يأخذ مكان شنغريحة وهو يلتقي مع بن علي بن علي والتقى مع الجنرالات من الرئاسة هذا قاية القوات البرية فاحتمالات أن تتم الإطاحة به كبيرة جدا لكن لو جاء شخص من طرف جماعة توفيق بدل تببون في مكانه كرئيس كان حتما ولذلك شنغريحة اختار أخف الأضرار وهو أنه يعرف المجموعة اللي رأي مع تببون رأيوا مراقبهم إلى آخر أما ما جمعت توفيق فهم خطبون منتشر في عدة أماكن مع ذلك جمعت توفيق رأيوا يحضروا ويقولوا بأن تببون ربما لن يكمل العام الأول من العهدة الثانية وبملف طبي تذكروا هذا الكلام اللي أنا نقول لكم فيه لأنهم يشتغلوا عليه ويشتغلوا على أساس أنه يروح للعهدة الثانية لكن بعد فترة يجيبوا له ملف طبي من بين الملف في الملف الطبي قد يظهرون بعض تصريحاته واللي رأي مسجلة عندهم واللي لم تبث رأي أكثر من اللي بثت بالمناسبة تيك توك لازمنا كل مرة يبعثنا رسالة ولازم نديرها بطريقة معينة صورة إلى آخره بالمناسبة بالمناسبة تصريحات تعتبون هذه اللي رأيه الجنون هذه كلها مسجلة أنت تقول لماذا تخرج إذن هذا هو هذا سؤال مهم جدا لماذا تخرج إذا كانت مسجلة وما عارفين مش صح نهار لي قال شخص واحد في الجزائر قينا عنده خمسمائة ألف مليار اللي هي بالدولار الأمريكي 37 مليار دولار هذا جنون نهار لي قال الديمقراطية الأوروبية ولدت في الجزائر نهار لي قال عنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا وتصريحات كثيرة هذه كلها كانت مسجلة علش خرجت تبون مريض مش قادر يميز لكن المفروض عنده مستشارين عنده ناس عنده متابعين عنده أجهزة لكن خلاوها تخرج يوما ما هذه التصريحات كلها ستقدم أحكى أحد الأدلة على أنه مصاب بخبل يعني مصاب بنوع من الجنون وربما إن شاء الله نستشير بعض الخبراء العضبان المتخصصين في هذا المجال ونرجع لكم ببعض التوصيفات لشخصيته اسمح هذا وشي يقول أمام العالم أجمعي شخص يوصل لشيخ كبير يقول له أعطني مئة تلبي باش نتحشها لأن الناس بالفعل كاي اللي مش لقين وشي أكلوه كاي اللي مش لقين وشي أكلوه هل نقرأ لكم بسرعة رسالة اللي وصلتني قبل قليل هذه هذه الظاهرة والله الظروف المعيشية قتلتنا أقسم بالله ما عندنا باش نشعوا واحدة خبز الغداء مرتين في الأسبوع وجبة واحدة أحيانا الغداء يكون في الليل لا وجود شيء اسمه أشع الماء ما عندناش مياه الحنفية غير صالحة الشرب طبعا هذا موش حال كل الناس باش نكونوا مركة واضحين لأن مرات الناس لما نحكو تجارب بعض الناس يقول لك رك تعمم لا ميش نعمم هذا ينعطيك في مثال انتع ناس حقيقة حقيقة أوضاحهم الماء ما عندناش مياه الحنفية غير صالحة الشرب نشربوا الماء غالي أحيانا ما نشروش ما عندناش نموت بالعطش أقسم بالله واللينا نبيعه قشنا باش ناكلوا فرجيدير ما عندناش تلفزة ما عندناش تلفون واحد في الضار بيت فارغ من بعد يجي تبون يقول لك تحسننا اقتصاديا ووزير تجارة يقول لك القهوة غير ضرورية بالمناسبة القهوة أغلب الشعب ما يقدرش يشريها 400 دينار للـ 250 جرام الحليب نفس الشي حليب شكارة نادرة وين يجي وكان ديا غالي 130 دينار الشهرية ما تعيشك الشهر الحمد لله على كل حال والله المستعان طبعا هذه هذه أوضاع وحالات لكنها الآن أصبحت مهيش للجميع لكن مست أعداد معتبرة من الجزائريين يريد المساعد يرسلي المقطع اللي كان ما بين هذا التاثه بن جرينا وواحد اللي قال روح عندك للدار ورد عليه نظن كان أرسلها للمساعد أول أمس لكن ما فاتتش فباش نسمعوها يعني شوف هنا وينها نقل الماء للحمير طبعا هذا المنظر تشوفوا في غزة لكن تشوفوا أيضا في الجزائر هذه الحقيقة بعض الوطنجيين ما يحبوش يسمعوها يشعروا بالعار وبالنسبة له غطي الشمس بالغربال لا إنكم تخطئون إن عدم كشف هذه الحقائق إن عدم النهي على هذا المنكر إن عدم الأمر بالمعروف هو الذي سيؤدي لا قدر الله إلى كوارث عظيمة خلوكم منوش يقول المغاربة شوفوا حال البلاد واجهوا مآسيها لأنوش يقول فلان وفلان مش هذا والمهم المهم هل هذا حقائق أم لا شوف هنا واحد كماش يرد على هذا التافح بنغرينا ما قلش يودي ما نشغل يعلم الله في الدار وتستقبل ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما قلنا في غليزان تلقى لابدارك في راس برغم الخوف برغم الخوف قلو قلبي راح يترتب وكلكم كيف كيف يقال له حين ما نش بوتفليقة الناس رم كثير يقولوا الناس رم كالي يترحم ولا بوتفليقة طبعا وضع بوتفليقة كان سيئا لكن الوضع الآن أسوأ بكثير الحراك ثورة شعبية قامت ضد بوتفليقة وضد العهداء الخامسة وضد لكن الوضع الآن أسوأ بكثير لماذا؟ لأن العصابة الأشد سوءا ورداءة وفشلا هي التي هيمنت على الحكم إلى درجة كما قلت بعض الناس يترحموا على وضع بوتفليقة لا منترحموش على وضع بوتفليقة لكن أنا أتفق معكم وضع بوتفليقة أقل بؤسا وأقل سوءا من هذا الوضع لكن هذا الوضع هو الذي سيدفع بالحراك القادم أو الثورة القادمة أن تكون عارمة شاملة أن تطيح بهم إيطاحة غير مسبوقة فحظروا نفسكم باش تنجوا البلاد باش البلاد ما تغرقش لأن هذه العصابات اديتها للغرق لا قدر الله شوف هذا وشيقول لا يشوف زماني جان ومساكتين وشوف يصر أذوكا في الزائر أوهد ثانية أو الزائد ومنا وشوف هنا ساكتين شوف صحبي أنا عايشين في الجزائر باكور ما عندنش ضررهم نزافوكا ركشيف منذوكا لأفوكا ولا غالي ركشيف وما نقدروش نشغي وفاميلتنا في البروار ويضلو يزولنا في القطف هذي اثنين وزالي يتوهزا ويقول لك حاجة بيش تفهم بيش تفهم بزر سوالح الله رحم لي ما تلي كان العمدي قدر يهضر الله رحم كيف ودفريق هذا وش قدر نهضر هنا هذا وش قدر نهضر دكو عرا ما نقدروش ما فالناس ولا تطرحها مع البوتفليق على الاقل انها كانت تقدر تهضر وبالفعل كانت الناس تتكلم صراحة يعني يعني صحيح من حيل آخر يعتقلون هنا وهناك يعتقلون بعض الأسماء بعض الرؤوس خاصتين لكان عندها إطار تنظيمي لكن كانوا مخليين شوية الناس تتنفس العصابة هذه اللي مش فاهمة انها بهذا الخنق رهي رهي تحضر في الانفجار اخنق اي حاجة اذا عندها نفس اذا عندها روح ومرة حتى ما عندهاش روح مرة تكون عندك القدر القدرة اللي طيب فيها الأكل إذا ما خليت لهاش كيفاش تتنفس تقدر تنفجر وتفيض اشتركوا في القدرة يقول لك تكذبع لناس ونتا نحن اتباه لناس ولعبها مهبول يعني انت هي في بيلك شوية اللي ستتغل فيه حطيته انت في بيلك روح بيلك مليح الشعب هذا رفيق علي يجان هذو اللي راك تحشيله منتا رام فيقين عليه رام على بير مش راك تدير والله على زد الطيم بالله واقسموا بالله باللعب هذا اللي راكم تلعبوا فيه غا راكم خاصرين وخاصرين ثاني الاقصى درجة شوف نقول لك واحد حاجة انت عدم نتكذب تكذب على ناس راك تشوف تعينيها شوف اني نواجبك بطريقة حظارية ما نضيح لك ما هو شوف نقول لك نعطيك هنا يا ابسط ميشان انتك تعدر بلغة الارقام ونازل نقدر مها كبار رايح ان شاء الله نطلب المساعدة اني ينشرها وانيقدر نشرها في مواقعنا فيها ست دقيق الحديثة هذا الاخ الملاحظة فقط هنا هو انه انا شخصيا يعني هذا مثل هذا شخص ارى انه ياخذ مكان النخبة للأسف المفروض يكون كين نخب علمية وسياسية وفكرية واقتصادية ومشودين في الداخل وفي الخارج المفروض هم اللي يخلوا يتكلموا لكن طبعا اي جزيرة عنده الحق باش يرد عليه وشكرا لانه ما زال كين داخل الجزائريين لرغم القمع رغم الاعتقالات رغم التخويف رغم التهديد يخرجوا لهذا التافه وردوا عليها فشكرا لهذا الرجل اللي امثاله لان اسمع لهذا المهرج التافه اللي في الحقيقة رح يسخن اكثر في الاوضاع وانا قلت لهم كثرونا من البنجرينات بنجرينا وامثاله كثرونا منه لانه يسهل المهمة ويسرع المهمة اسمع انا وش يقول واش يقول قال له اللي يخلص 3 ملايين ولا 4 ملايين في الجزائر بعبارة اخرى اللي يخلص 125 اورو او حوالي 170 اورو 4 ملايين او 175 اورو خير من اللي يخلص 5000 5000 طبعا سويسرا عندها الفرنكس سويسرا يساوي الاورو تقريبا نفس يعني بيناتهم نهار سنتيم هنا او هناك لكن نفس القيمة 5000 اورو دعنا ناخذها بالاورو يعني اللي يخلص في الجزائر 170 ايقل ومئتين 3 ملايين ولا 4 ملايين قل ومئتين هي طبعا اقل لان 4 ملايين كنت تروح للسكوار تجيب لك اقل من 170 اورو خير من 5000 قال له لماذا قالوا لانه لا سيرانس والغاز والتري سيتي بمعنى لا سيرانس والغاز والتري سيتي غاليين في السويسرا اي نعم لا سيرانس غالية في سويسرا اي بسح خلينا نعطوه مثال بسيط باش ندير رد سريع خلينا نفترضو ان الانسان اللي يدي 5000 اورو بالمناسبة 5000 اورو هذا السكرتيرا المبتدئة في في سويسرا تجي 5000 اورو يعني 5000 اورو يعتبر قريبة تقول موش حد ادنى لكن مش بعيدة لحد الادنى 5000 اورو في سويسرا خلينا نقولو باللي لا سيرانس تدي 1000 اورو في شهر طبعا هي اقل لكن خلينا نقولو 1000 اورو في شهر خلينا نقولو الجاز والتري سيتي والماء والخدمات كلها تدي 500 اورو خلينا نقولو باللي الكرة يدي 1000 اورو 1500 اورو هذه كلها في 3000 اورو في الجزائر الكرة يعني شقة عادية ب3 ملايين في المدن الكبيرة يعني في الحد الادنى في كثير من الحالات ب4 ملايين ب5 ملايين وفي المدن الصغيرة تقدر تلقى بزج ملايين والله مليون ونص لكن الناس ايضا تخلص القاز وتري سيتي والماء في الجزائر ومع ذلك يخلصوا الماء وكثير من المرات ما يجيش او يجي مقطوع او يجي منقطع والكهرباء وتنقطع من حل آخر والخدمات سيئة جدا في الجزائر كيفاش تكون اللي يدي 5000 اورو في سويسرا كما اللي يدي 170 اورو في الجزائر اللي هي 4 ملايين كما قال هذا التافع تابن جرينا كيف هذا الطفل صغير ما تفوتش عليه هذه القضية مع العلم أن كثير من المواد هي نفس السعر في سويسرا في الجزائر خاصة المواد الغذائية مع النوعية اللي في اوروبا وفي سويسرا فرق كبير مع الجزائر مع العلم أن تشري سيارة في سويسرا تقدر تشري سيارة اللي تشريها في سويسرا بـ 2000 اورو تسوى 100 مليون في الجزائر ولا 150 مليون كان السيارات لوكاز في سويسرا تقدر تشريها بـ 2000 اورو ما هيش لوكاز يوم ليحا بصح معقولة تمشيك سيارة صغيرة تمشيك نفس السيارة هذه تشريها بما لا يقل عن 6000 اورو في الجزائر على سبيل المثال هنا ما هوش سلع في سويسرا أغلى من الجزائر أو متساوية هنا سلع في سويسرا أرخص من الجزائر وكان كثير من المواد اللي الناس يشروها من سويسرا أو من فرنسا أو من إسبانيا ورهم يديروا ويبعوها في الجزائر هذك اللي يشري مواد من سويسرا أو من إسبانيا أو من الجزائر أو من فرنسا أو من إسبانيا أو من بريطانيا أو من ألمانيا ويبيعها في الجزائر لو كمو شرابح يخي يشريها بالورو ولا يشريها بالدينار الجزائريين اللي رحوا من هنا بالفاليزات وبالكابات من بلدان اوروبية ويبيعون في الجزائر رح يشري بالورو أو بالعملة الصعبة ويزيد عنده مصاريفه ونتعى البي ونتعى الغتال ويزيد ربما عنده مصاريف ونتعى الرشوة اللي يمدها للجمارك ولا اللي يخرجه اللي يدين له الطريق ويبيعها في الجزائر وربح ملع لش كاين البزنس تعل كابا سواء من الإمارات أو تركيا أو اسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا أو غيرها لماذا؟ كل الناس موش يربحوا يشيروا السلع من هذه الدول ويبيعها في الجزائر معناها في الجزائر هذه السلع أغلى من دول أوروبية هذا منطق الأشياء لكن بن جرينا يهرف بما لا يعرف أو يعرف ويكذب وبن جرينا مش واحد بن جرينا هذا ره مثال ره مثال ره هو رمز لمجموعات هذا من المستفيدين مستفيدين من الأوضاع في الدخل أو في الخارج مرتاحين بن جرينا يسكن في فيلا فخمة في العاصمة لديهم امتيازات هائلة عنده أجر نتع وزير سابق عنده أجر نتع برلماني وربما ره يديهم في زوج عنده الدخلات عنده الوزراء اللي يوسطوه باش يشوف وطبعا كان دي زافر يتوسط فيها 10 ملاير 20 مليار 5 ملاير 3 ملاير انتع عراضي كبرى انتع استثمارات انتع منش عارف أنا مجرمين بارونات تخلهم للحبس باش يخرجهم فهو عايش في عالم آخر قلنا انه ده 2000 هكتار هذا في أقصى الصحراء او في قلب الصحراء نجيه تورقلا ليه وليه أقاربه ولذلك لما يخرج بهذا في الحقيقة ره يقوم بعمل استفزاز ره يزيد في استفزاز الجزائريين ديالاس موكلاته بهذه المهمة هو يقوم بها الآن يا إما مقتنعا وهذا مرجحنا مقتنع ولكن أيضا مكلف لكن مو مش عارفين أنهم في الحقيقة راه مثل ذلك الذي ينسف على رماد سيشتعل نارا مثل ذلك الذي يكب البنزين على نار خفيفة فإذا بها ستلتهب فكثرونا من بن جرينا حتى تسهلونا المهمة كفرونا من بن جرينات هذه وعود جديدة تعتبون ليقول لك أنا يا عاونوني باش نشري إيبل باش نشري هادي ونربي وندير هاك يفتحوبها كاشفوك ليقول لك أسمح لي نشري كات كات ولا زوج باش ندير به سياحة مع السواح مرحبا مرحبا اللي يقول أنا بغيندي الفلاحة وتساعدوني كيفاش الانتاج انتاعي الفائض الانتاجي يتوجه أولا الجاند والفائض ساعدوه باش يبعتوه لليتبع في أنا كين وخرين شاء الله إذا انتوما العداد مش كبير إذا ممكن تلبية كل طلبات يالله كل طلباتي هادي في جانات هاو عدهم بللي حتى اللي يريد كات كات واحدة ولا اثنين يعني سيارات الربعية تدفع اللي هي لا تقل عن خمسمائة مليون للوحدة وإذا كان جديدة توصل إلى أكثر من مليار برحم جزائر واحدة ولا اثنين ما كاش مشكل هذه مثل وعود اللي أطلقها قبل خمس سنوات في تمرست هذا القطار السريع ومثل الوعود اللي أطلقها في الجلفة والوعود اللي أطلقها في باتنا والوعود اللي أطلقها في أماكن أخرى كثيرة ولذلك كما قلت لكم قبل قليل هذه من بين الأشياء اللي احنا يجبوها لما يجوه يخرجوه بملف انتع مرض عقلي وحقيقة أن تبون عنده مرض عقلي هذه حقيقة تصريحاته هذه تنم على أنه عنده شخصية أخرى أو عنده مرض عقلي إذا كانت شخصية أخرى معنا شي صفريني يعني شخصية مزدوجة أو مرض عقلي لأنه لا يعقل قالوا مليحب كات كات في جانات وقالوا مكشبتوا مكش كثير طيب دعنا نفترض أن جانات سكانها 30 ألف ودعنا نفترض أنه فقط فقط عشرة بالمئة يجوا يقول يعطينا كات كات مش زوج يعني 3-3 كات كات هل هذا معقول وإذا درتها في جانات معناها لازم ديرها في تمرس لأنه مشابه الوضع وديرها في أدرار وديرها في عين صالح وديرها في بشار وديرها في تندوف وديرها في ورقلة وديرها في المنيعة وديرها في التيمياوين وديرها في تينزاوتين وديرها في إليزي وديرها برج باج مختار وبرج عمر هل هذا هل هذه وعود يقولها إنسان عنده أقل نعطيكم كات كات ولا زوج أعطيهم بسكليتات برك وصلوا لهم الماء برك أعطوهم القاز الناس دائرة في الصيف وحرارة شديدة الناس ما عندهاش القاز بش طيب مشاكل البنزين والديزل والقاز والحليب والمواد في أقصى الجنوب واحدة من أكبر الإشكالات اللي يعاني من هالناس يجي يخرج بهذه الوعود حتى ولو كانت وعود انتقابية هذا جنون وهذه فضائح أمام العالم قبل أن تكون أمام الجزائريين وهذا وقود لثورة لاحت نذرها في الأفق رهم ينفخوا رهم يصبوا في البنزين على نار تغلي في صدور الجزائريين وهم يرون هذا العبث وهذا الاستهبال وهذا الاستغفال وهذا الاستحمار هاي تيرت أمس أو أول أمس هاي محطة مسافرين في تيارت برقة المدينة جزائريين شَبَلْءٍ يَرْءٍ مَعْ kostْوَلْءٍ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبدو ان هذا الاحتفال كان على هذا المجموعة او مجموعة اخرى مشابهة انطلقت من من مكان ما هذا طبعا انطلقه من مستغانم وهنا كانوا هذو محتفلين ويقولوا لان فرانسيسكو هذا يرأس لعلي كلمتكم عليه مرتين او ثلاثة في الاشهر الماضية والسنتين الماضيتين يرأس منظمة خيرية اسبانية هي لتحاول تعرف الحراقة اللي يوصلوا الى اسبانيا تبلغ عليهم خاصة الجزائريين والمغاربة هذون هما الاساسين اللي يحضروا مرات سوريين وافارقة ويبلغوا شكون وصل شكون وغرق شكون الى اخره ويعطي معلومات للناس فخرجوا الناس ها هو جزء من هذه الحراقة اللي تركوا بلد مثل قارة وهربوا الى اسبانيا والحقيقة وللانصاف وسبق لنا وانتقدنا الاسبان في بعض المواقف الا ان موقفهم كان انسانيا بحيث انقذوا هذه المجموعة ورعاوهم وشوفوا حتى سيارات واسعاف ودواهم مستشفى اعطاهم الاكل ونباتوا الى اخره ها مهنا بالهليكوبتر بعد ان نفوتوا شوية الفيديو اللي انا شوية طويل من بعد شوفوهم يوصلوا الى 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 هنا وهنا وين يستقبلوهم شوفوا الى الزامبي لانص شوفوا سيارات الاسعاف ها مستقبلوهم هنا بعد ان ضمنوا انهم ماتوا ست ايام وهم تيهين في البحر ما زال ما زال جزائرين يهربون اللي ما يهربوش مثلا تجدهم في مثل هذه الحالة دجاج المستورد ها معركة كبيرة على الدجاج المستورد وهكذا ننتقل من المعركة على الزيت من المعركة على الحليب من المعركة على السميد من المعركة على اشياء كثيرة جدا الى المعركة على الدجاج بسبب سياسات فاشلة رديئة مجرمة مرات بعض الناس يقولوا لي اعطينا اعطينا الحلول وراكم ديرونا لكونستاب صح ما تعطوناش الحلول لا يا اخوان الحلول قلنا هلكم عدة مرات كاين قضية كبرى ثم تأتي الحلول قضية الكبرى هو ان اذا لم يكن نظام الحكم شرعي فانك ستعيش في هذه الازمات اذا لم يكن نظام الحكم مشروع جاي من رحم الشعب فانك ستعيش في هذه الازمات لماذا؟ لانه عندما يأتي من رحم الشعب يأتي الشعب يجيب افضل ما هو موجود او على الاقل ما يعتقد انه افضل ما هو موجود وهذا اللي يجيبوا المساعدين تاهم المسؤولين المدرال رؤساء البلديات الولات رؤساء الكوميسار يجيبوا أفضل ما هو موجود اليوم رأى العكس مقلوب اليوم رأى حثالة الحثالة على الجزائريين في هرم السلطة فهم يجيبوا الحثالات من الجزائريين فأنت تعيش ويعيشوك في أزمات متتالية الجزائر لديها إمكانيات هائلة الآن لوكنجا شعب بلد صغير مساحته محدودة إمكانياته محدودة مثلا نعطيك مثال بالرغم من أن المثال حتى هذا مش دقيق لكن فيه شوية لبناء 16 طائفة أمم بلد صغير مشاكله الداخلية مشاكله مع الكيان الصهيوني إلى آخره فهذا محدود إمكانياته المادية محدودة الجزائر تعرفوا كم تدير مساحة لبنان أعتقد أن مساحة لبنان هي في حدد 10.000 كم مربع إلى ذاكرتي جيدة الجزائر أكبر من مساحة لبنان ب238 مرة تقريبا 240 مرة وكي يقولوا أكبر معناها الإمكانيات الهائلة مش فقط في الجنوب ولكن أيضا في الشمال الشمال الجزائري فقط لهو أكثر من 350.000 كم مربع يكبر لبنان 35 مرة الجنوب الجزائري فيه كل الخيرات والثروات زايد الشمال فكمثال لو اللبناني يقولك مع الناشة إمكانية تقدر تسمع له لكن الجزائر لا ولذلك إذا حليت مشكلة الحكم وجبت خيار الجزائريين وعرفت مش تخير فإن هؤلاء المسؤولين اللي في الرئاسة يجيبوا زراء يجيبوا اللات يجيبوا جنرالات يجيب ممن يحبون الشعب والشعب يحبهم ممن يعرفون إدارة شأن العام ممن يفهمون في إدارة شأن العام تعرفوا باللي في الانتخابات نتعى ال91 كل الأحزاب قدمت شخصيات من أرقى ما يكون كلهم سواء اللي فازوا أو اللي ما فازوش الجبهة الإسلامية كانت أكبر فائز أكثر من نصف الفائزين في الجبهة الإسلامية كان يحمل على الأقل لسانس وكثير منهم كانوا يحملوا ماجيستير ودكتوراء تعذلك الوقت مش تعذرك كمثال جبت القوى الاشتراكية نفس الشيء لا فلان حتى اللي ما فازوش مثل حمس اللي كانت تسمعنا ذاك حماس أو النهضة أو الارسي دي أو كانوا قدموا أفضل ما عندهم حتى أنه تنقل نكتة على سعيد سعدي قالوا له ما عندكش نساء ما رشحتوش نساء هكذا يقالي ربما هي نكتة أكثر من الحقيقة قال لهم هذا الأمر اللي تريد سيريول ما قدر جيبوله نساء أما الآن فروح شوف حتى اللي كان يجيب لك واحد بشهاداتهم أعرف أنه يجيب لك اللي عندهم شهادات مضروبة إلا من رحمي ربك فهذا هو الإشكال لأن القضايا التقنية كيف تدير بلدية كيف تدير الرياضة كيف تدير تعليم كيف تدير الزراعة كيف تدير الصناعة التجارة هذه لن نخلق العجلة من جديد لن نخلق العجلة من جديد هذه رأي معروفة عالميا موجودة موجودة الليمانيال موجودين الطرق وبعدين الآن مع الانترنت ما تحتاج أشياء كثيرة جداً تحتاج نظام شرعي يحب الشعب وشعبي يحبه وبعدين الأمور تولي أمور تفصيلية تقنية لماذا؟ لأنه عندنا الإمكانيات كون ما عندناش آه صح ذلك وقت مشكلة شوف واش تقول هاد السيدة أنا في بلاد مالوغز ما مالوغز ما السبيطار فيها ماشي ماشي مشفا بش الإنسان يداوي ها يتمشي وتخمج الحالة تعصح ها يتمشي وتخمج الواحد وكيو اللي يقول نخدم غير على عقوبتي بش إدامة ما ندخش أنا السبيطار في الزاير ما ندخش السبيطار في الزاير تدخل السبيطار بش سيبروحها ها يتعوى لخش تاك يجروا بش يجيبو القس يجروا بش يجيبو شكارة تعدم يجروا بش يحوصوك على بلاكات دو صو يجروا بش يحوصوك على القطن سيغراف عندي ما كولاك يماها درت ربراسون البارح تحكيلي اليوم قاتلي شرقنا قاتلي الخلاطها مع مارك وغير ربراسون يحددرها من جهة قاتليوا الشرقة اللي شرقناها من جهة واحدة اخرى قالوا منسوا نحاولها الدم ش يدروا لها ديزاناليز قبل اللي يدروا بقبل الوبراسيون يدروا بقبل الوبراسيون قالوا ما زي ما درناها هونش بس كالاناليز واحدة ما عندناش لازم تدروها برا عشام يدو فاينف دو فاديك الفلاكون تعدم راحوا دروتك الاناليز برا بش خدش الغزيوتا تاليزاناليز دخلت المخلوقات طبعا كل واحد يقدر يحكيلك قصص قبل قليل فقط احد العفاضي اللي يخبرني ايضا على بش يدروا عملية سيدة يعني طلبوا منهم مبلغ رهيب طلبوا منهم ما يعادل اكثر من ثمانين مرة لحد الادنى في الجزائر على سبيل المثال قالي من ما كانش معناه لازم اما تشوف معارف واما تموت السيدة كثير راه يموتوا لانا ما عندهم مش معارف بل كثير يدخلوا للمستشفيات على مرض يخرج بعدة امراض او يدخل على مرض يغلطوا له في التشخيص ومرة هنا يقدر واحد يقول لك بصح هذو الاطباء منين هذو من الشعب لا ما عندكش ادارة تصلح باش تجيب الطبيب المختص وتراقبه تجيب الفرمن اللي يحتاج عندك المحسوبية عندك المعارف عندك التدخلات عندك اوك إلى الامر وإلى غير اهله الناس ما تتعطالهاش المناصب حسب الكفاءة تتعطالها حسب المعرفة حسب الكتاف حسب الرشوة ها وعليش غرقة البلاد اليوم في فرنسا فقط اكثر من 15 الف طبيب جزائري الاف اختصاصيين عندما توفر لهم الامكانيات كثير منهم يريد ان يعود لبلاد كثير منهم حاول ان يعود لبلاد ورجع احنا قال كارثة حدثتني مرة متخصصة طبيبة متخصصة قاعت لي ما تقترش حاولنا نرجعو وكي رحوط لها نروح نساعد قاعت لي كارثة ادارة كارثة والادارة اللي حطها حطها وزير الصحة او الامين العام او الوالي او الكوميسير او التدخلات ها وعليش البلاد لازم حل المشكلة الكبرى الحاكم يجب ان يأتي من رحم الشعب ها وعليش هاي علش دولة مدنية لان الحاكم انت اليوم يجي من رحم الدبابة ها وفرق ها بلعنا مرمية مرمية ويدي اخي جاء كل يش بالمعارف هام لي هايلي 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 كمثال كمثال اخير يعني كنت رح باش نحدثكم على موضوع اخر لكن خلوه الغدوة خلينا نعطي لكم بارك منه عنوان وهو انه اوقع وربما هذه من المرات القليلة والمعلنة انه طائرات جزائرية حربية اسقطت درونز ودرونز اخرين سحبت في شمال المالي او بعبارة ادق بلاد الازواد اللي تسمى شمال مالي بعد ان دخلت هذه الدرونز وقصفت في على قرب الحدود الجزائرية مرة اخرى هذه المرة تحركوا تحركوا وكان رد عسكري في الحقيقة هذا موضوع قدوة نكلمكم فيه ببعض التفاصيل ان شاء الله لكن اليوم كما وعدتكم كالمفروض قلت ممكن امس لكن ما مساعدتنيش الظروف امس اليوم كنت قلت خاصة على بمرور ذكرى الثلاثين ذكرى الثلاثين لاغلاق لاغلاق الحدود الحدود الجزائرية المغربية اغلقت في مثل اول امس تقريبا قبل ثلاث ايام يوم سبعة وعشرين اوت الف وتسعمية واربعة وتسين وجاء اغلاق الحدود الجزائرية بعد عملية ارهابية وانا نسميها ارهابية هنا يعني وانا اعرف ما اقول لا نقول فقط لانها ادت الى مقتل مدنيين ونحن نعتبر ان نقتل اي مدنيين خارج اطار القضاء هو عمل ارهابي اي ان كان الفعل فكانت هناك عملية ارهابية حدثت في احد الفنادق الكبيرة في مراكش وادت هذه العملية الى قتل اثنين سواح اسبان وجرح شخص ثالث حدث هذا وتبين ان اللي قاموا بالعملية كانوا من اصول جزائرية وان كانوا يحملون جوازات سفر فرنسية اقدم الحسن الثاني بعدها بيوم واحد هذه الوقع قد في 24 في يوم 25 او في مساء 24 او يوم 25 اقدم الحسن الثاني وكان يومها هو ملك المغرب حاكم المغرب بفرض التأشيرة على الجزائريين حتى ولو كانوا يحملون جوازات سفر غير جزائرية بمعنى لديهم جنسية ثانية وهذا امر كان غريب وغريب جدا ما كاش حاجة التأشيرة تفرض على الجنسية يعني وليس على الاصول ولو كانت المهم كان رد فعل الجنيرالات اللي كانوا يومها يحكموا البلاد نعرف أنها كانوا يقعوا انقلاب في 98 وأطيحها بالعقيد الشادلي بن جديد واستلم الجنيرالات الحكم كان الرد يومها هو فرض التأشيرة أيضا على المغاربة وعلى المغاربة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وهنا تقدر تقول بهذا الرد منطقي تسمى في العلاقات الدولية وفي الدبلوماسية تسمى بالمعاملة بالمثل لا ريسي برو سي تي أي أن دولة تقوم بموقف الدولة الأخرى ترد عليها بنفس الموقف تسمى ريسي برو سي تي وفي حالات أخرى أيضا يقول لك الرد برو بورسيوني أي أن رد متوافق مع الرد اللي قامت به الدولة الأخرى لكن ما لم يكن منطقياً ومتوافقاً هو غلق الحدود صدر قرار بغلق الحدود سبقاً وأن ذكرت وقلت أن يومها وكنت في سفارة الجزائر بترابلوس كنائباً للسفير وبعد أن وصلت ودخلت على السفير اللي كان ينتظرني وقال لي يوم الحارس أنه ينتظرك من السبعة وانا وصلت يومها للساة التاسعة فكان وجدت عليه سرور وفرحة وكنت عارفة أن تلك الأيام قبلها كان شعر بالإنزعاش وكان دائماً في حالة غضب لأنه كان ينتظر أن تصل الأموال من الجزائر العاصمة باش يبدأ في تصليح البيت بيت السفير منقر السفير اللي هو وصل في أفريل وتأخروا عليه وكان لازم يجيب أسرته وجزءهم من الفندق وجزءهم من الجزائر إلى آخر فقتلوا خير وقل بعثوا لي كريدي يعني وصل المال من الجزائر قال لي لا 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 قال لي سمعت واش صراء أمس قلت له قال لي المغرب قلت له نعم سمعت بأن الحسن الثاني فرض التأشيرات والجماعة ردوا عليه قال لي لا قال لي كين قرار آخر سيصدر بعد ساعات من الآن وهو غلق الحدود طبعاً أنا اتفاجأت لكن بداية الحال لم أظهر ذلك هو كان فرحاً وقال لي جماعتنا كانوا ينتظروا في هذه الواقع خليني نوري لكم مقطع باش يأكد هذا الكلام واللي يجي يتأكد بعد حوالي عشرين سنة في الحقيقة علاش كانوا ينتظروا في هذه الواقع أعتقد أن بعثها لي المرة الماضية نعم ها هنا ها ولاش معذروا أنا كتبت مذكراً للرئيس زروان بغلق الحد أنا شخصياً طلب مني رأيي من وزير الخارجية كان غائب أنا ذاك طبعاً لماذا؟ لأن في ذلك الوقت كانت هناك ملفات أمنية ضخمة على رأسها ملف الأمني تدفق الأسلحة وعبور الإرهابيين من أوروبا عبر التراب المغاربي كانت عندنا مآخذ على المغرب من الجال الأمني لكن بالرغم من كل هذا لم نبادر بغلق غلق الحدود غلق الحدود جاء كردفة على ما قامت به السلطات المغاربية فرض التأشيرة وأخذ الممتلكات العشرات كنت كتب دولة جاءت من العشرات من الجزائريين اللي سلبت سلبت هذه في ربعة وتسعين سلبت منهم أرزاقهم في المغرب والملفات لا تزال عالبة حتى الآن مش يعرفها شعب الجزائري كدية صحر الله فعرض في حد خمسة وسبعين خالي نزلوا نسمعه هذا المخطأ جعل منها أولوية للسياسة العليجية الجزائري جذلي بن جديد جاي من بعده أنا قدس مدير الإدارة السياسية الخارجية جعل من حل القضية حل قضية الصحراء الغربية انشغاله بشغل الشهر وتقدم مبادرتين وتوصل إلى إقناع ملك المغرب بالتفاوض مباشرة مع الحراويين الحبيث نقولوا أنه جعل منها نتوقفوا هنا وبعد ممكننا نرجعوا للمقطاع هذاك هو هنا قال قال ثلاث أشياء تقريبا شيء الأول قال بأنه هو اللي كتبت التقرير لزروال وبناء على هذا التقرير تم غلق الحدود الحقيقة نعم هو اللي كتبت التقرير لكن ليس زروال اللي اتخذ القرار اللي اتخذ القرار يومها هم كمشة الجنرالات زروال كان واحد منهم نعم كان هو الرئيس كان أنا ذاك ما زال ما دوش الانتخابات كان ما يسمى برئيس الدولة لأنه عندما انتهى حكم مجموعة الخمسة هذه كنت العشسية في أول فبراير الفين الف وتسعمية وربعة وتسعين أصبح رئيس الدولة مش منتخب داروا هاكذا واحد الفيلم جابوا شوية فرامجية وكاشيريستي لأخيره وقال لك راهم خيروا باش يحطوا رئيس الدولة والجنرالات نزار يقول في كتابه أنا قلت لزروال أنت تولي رئيس لما بوت في اللقاء قال لهم أنا من أولي هرب فيقول لك بكاء زروال وقال له لاش تحطني في هذا الموقع قال له ما عندكش خيار فزروال حطه رئيس إذن كان رئيس ما يسمى برئيس الدولة آنذاك والقرار كانوا آنذاك اللي تخذوا القرار هو محمد العماري محمد بتشيل خالد نزار وزروال كرابع يعني هذة ثلاثة قبل نزار هو الأول وكان اسماعيل العماري معهم أيضا لكن أهم شخصية في الموضوع كان نزار محمد العماري فيما بعد توفيق بتشيل اسماعيل العماري وزروال ستة هنا أيضا قال جزء كان منه جزء مش صحيح قال باللي كانوا يجو إرهابيين عن طريق التراب المغربي يدخلوا للجزائر من أوروبا هذا مبالغ كانت كائنة محدودة صحيح كانوا جزائريين بعض الجزائريين يدخلوا يجوا من أوروبا يدخلوا من الجزائر أو من تونس أو من المغرب لكن كانت محدودة هذه حقائق يعني مش لكن هم كان عندهم شعور وانا هذا يعني نحكي مرنان على التجربة اللي كانت عندنا في ليبيا لأننا أيضا في ليبيا كانوا يعتقدون أن كائن إرهابيين جزائريين يعني مسلحين يجوا من ليبيا ويدخلوا للجزائر فأنا مرة سألت المسؤول الأمن وكان برطبة يعني يعني المكتب المخابرات ديرس ما يعتقدون ما يعتقدون فيه جاءتنا الجرائد جاءت منهم ليبيرتي ومجموعة من الجرائد الجرائد تعال استعصال كلهم رحوا يأتي أسلاح ويأتي المسلحين من ليبيا إلى آخر ويأتي من السودان مرورا بليبيا قال لي المعلومات التي لدي قلت له المعلومات التي لدي تقول مش صحيح بسألت مسؤول الأمن أنت عندك معلومات أكثر مني في هذا المجال قال لي رصاصة ما دخلتش من جهة ليبيا قال لي باش نضغطوا على السودان حابين هم يتعاونوا معنا يسلمون بعض الناس اللي رحهم يجوا للسودان ونضغطوا على ليبيا نفس الشي خاطر شيرهم كاين بعض الناس هربوا ليبيا وحابين يسلموه مننا فإحنا درنا لهم طريقة أن هؤلاء رحهم يهربوا في السلاح ويهربوا ويدخلوه للجزاء فنضغطوا على القذافي وبيش نفتح أيضا قنصلية في سبعة وكانتش عنا قنصلية في سبعة والقذافي كان نراح فتح قنصلية في سبعة وهذا كاش نهار نشرح علاش هذه القضية هذه قضية فيها كثير من التاريخ فكان الهدف يتم الضغط على القذافي بفتح قنصلية في سبعة والضغط عليه هو للسودان وشيطنتهم والقذافي آنذاك كان تحت الحصار السودان كان متهم بأن هناك نظام إسلامي وكان تحت ضغط رهيب خاصة بعد العملية اللي تعرض لها مبارك وكاد أن يقتل في السودان وقاموا بها مصريين إلى آخر كانت الأمور مضطربة فقال لي فقط لهذه الأسباب فأنا استنتجت أن ما يحدث من المغرب نفس الشيء واتقيت بعدين مع زملائي قالوا لي كانوا بعض الناس من حين لآخر يدخلوا من جهة المغرب لكنها كانت أعداد محدودة بمعنى لم يكن هناك عدد كبير لكن كان عندهم توهو رعب شفتوا هذا الأيام قاعدين مثلا يعتقلوا في الناس لأن الحاكم هذا يقعد مستبد ويعود داخل في معارك آنذاك كانت معارك بسلاح يعني ماهيش يولي يشوف في يولي يشوف في الخطر في كل مكان في كل زاوية في المنام انتعوا يشوف الخطر فهو كانوا يظنون صحيح كاين اللي هربوا للمغرب أو هربوا عن طريق المغرب يعني أغلبهم كاين اللي دخلوا للمغرب وبعدين غادروا غادروا إلى دول أخرى أو كاين اللي يبقوا ثم لكن هربوا هادون هربوا بأنفسهم يعني هربوا على باش ما يقتلوش باش ما يسجنوش أو يقتلون أو وكاين اللي يعني اللي كانوا يغادروا عن طريق المغرب أكثر من اللي كانوا يدخلوا كاين اللي تحقوا بالجماعات المسلحة لكن كان هناك توهم من أن الأعداد كبيرة سواء من ليبيا تونس ما كانش تكلموا أليها كثير لأنه كانت علاقاتهم جيدة مع ابن علي والبراجات اللي كانت في تونس أكثر من البراجات في الجزائر يعني أنا كنت نقطع الطريق من طرابلس إلى لغواط مثلا أو إلى تبسة أو إلى العاصمة البراجات اللي في تونس أكثر من البراجات اللي في الجزائر على سبيل المثال المهم إذن هو قال هنا جزء لكن مبالغ فيه إنما هم لأنه كانت هناك خشية وخوف قرروا بشير غلقوا الحدود ما كانوش قادرين يديروها من قبل حتى لا يتهمون بتدمير مشروع المغرب الكبير اللي كان آنذاك قايم في مجالس وفي لقاءات وإلى آخره إلى آخره النقطة الثانية اللي أثارها هنا هي قضية السحراء الغربية هو يقول يقول لك بل لي هذا الموضوع من أيام بومديين الحقيقة ما لم يضيفه هو أنه كان ممكن موضوع السحراء الغربية يتحل في الخمسة وسبعين غل كان ممكن كان ممكنا لكن كان هناك رأيين آنذاك رأي يقول نحل المشكل مع المغرب طبعا كانت هناك عدة أطروحات لما ندخل في تفاصيلها لكن كانت هناك عدة أطروحات وكان هذا النقاش تقضية السحراء الغربية كان في 73 وفي 74 كان تصريح في الحقيقة البومديين يقول بللي احنا قضية السحراء الغربية هذه لا تعنينا وهذه تابعة للمغرب هذا كان تصريح آه كان ينقاش آخر هل قضية السحراء بالفعل كان تابعة المغرب ما يشتابعة هذا في نقاش طويل وعريب أيضا مش هندخل في تفاصيل وليس نتكلم هنا على قضية السحراء الغربية نتكلم على قضية العلاقات الجزائرية المغربية لكن كان آنذاك في وقت موعدين كان هناك طرحي كان طرحي يقول لك نحلوا هذا المشكل ومليئ خرجة اسبانيا وإلى آخره بالمناسبة أيضا راهوا الثوار الجزائريين ثوار الجزائريين وكان عملية مشهورة في التاريخ قاموا مع ثوار مغاربة وقاموا بعمليات ضد الإسبان في الصحراء الغربية أي أن الثورة الجزائرية كان في تصورها تحرير المنطقة من الاستعمار الإسباني ولأنهم ساندوا الثوار المغاربة فكان مفهوم على الأقل عند الثوار الجزائريين آنذاك هذه اللي نتكلمه في 56 راهيكين معركة أيضا كاشنهار نتكلمكم بتفاصيلها أن المهم نخرج اسبانيول الجزائر لم تكن لها مطالب والحقيقة أن حتى الآن النظام اللي قايم في الجزائر ما عندوش مطالب في الصحراء الغربية لكن المطلب انتعو يقول باللي أنه تقرير المصير للصحراء الغربية لماذا جاء هذا الطرح وهذا هو الطرح الثاني اللي ساد فيما بعد أيام بومديان طرح اللي كان مطروح قال لك أن المغرب حاربنا في 63 ودخل علينا وراهي طالب بأراضي جزائرية احنا قاتلنا من أجلها خاصة بشار و تندوف وبدال حسن الثاني الحرب ضدنا في 63 وإذا سمحنا لبشد السحراء الغربية رح يطالبنا بأراضي جزائرية أو ما يسميه هو أنا ذاك السحراء الشرقية وبالتالي خليه يغرق في السحراء الغربية للأسف هذا هو الموضوع أو هذا هو الطرح اللي يمضى هو هنا يقول على الطرف خلينا نعود نشوفه يقول على الشادلي بن جديد لأن شادلي بن جديد ومن بعده محمد بوذياف رحمهم الله كانوا الاثنين يعتبروا أن حل المشكل والمشاكل مع المغرب مصلحة جزائرية ومغربية ومغاربية وهذا الطرح هو الأصح وهو الأدق ويبقى دائما هذا هو الصح خلينا نشوفه ما قال على الموضوع التعشدلي بن جديد لأن هذا كان مسؤول كبير في الخارجية أنا شخصيا كنت نعرفه أنا ذاك كان الدابي كان هو الدابي الدابي يعني مدير إدارة الديركتور الزافير بوليتيكا انترناصيونال مدير إدارة الشؤون السياسية الدولية موضوع الأرزاق هنا لدخله موضوع الأرزاق لدخله كائن منه لكن ما هيش في الحادثة موضوع الأرزاق هذا على سنوات انتعى أن بعض الجزائرين تم تأميم أراضيهم أو تم تأميم لكن الحقيقة أيضا لما قالهاش هنا هو أن في الخمسة وسبعين أقدم بوتفليقة وبوتفليقة هو الكتب التقرير والقرار صدر آنذاك بطرد عشرات الألاف في حدود تقديرات تختلف لكن أقل شيء أنهم كانوا ثلاثين ألف أسرة بعض التقديرات تحطهم في حدود خمسين ألف خمسة وخمسين ألف وبعض التقديرات تقول خمسة وربعين ألف يعني المهم ما بين ثلاثين ألف إلى خمسين ألف أسرة مغربية طردوا من الجزائر وكثير منهم كان يظن نفسه أصلا جزائي ما كانش يعرف بلي أنه مغربي والأطفال يعني لما كانوا أطفال صغارية عشر سنين خمسة عشر سنة إلى آخر هل تم وسلبت أملاكهم بالمناسبة يعني يجب أن نقول ذلك هل حدث هذا للجزائرين حدث لكن بأعداد أقل بكثير بأعداد أقل بكثير وليس في الأربعة وتسعين يعني وقعها في الخمسة وسبعين في فترة هكذا كرد فعل ووقعها بعدين في أكثر من مرة لكن بأعداد لا تزيد عن المئات بينما في الجهة الأخرى كانوا عشرات الألاث يجب أن نكون منصفين وقعها في الخمسة وسبعين جعل منها أولوية للسياسة الخارجية الجزائرية ج hari رأيFE يجب أن نفعكن adalah لديه تسعين أو سعيرون في الجهات والإدارة السياسية ربي يتقرب الخير ويطول في عمره لما تقلدت مهامي ككاتب دولة أول استقبله لي أماري بفتح ميلة في الصحراء العربية وتقديم التوصيات وضعه أولوية إذن هو في الحقيقة أقولنا الشادي من جديد وزروة لكن نجز بغضياف وطبعا عطاف داهية في الخبث على نجز بغضياف لأنه كان ممكن تجلب له إشكال خاصة أن كابرانت كابرانت رمز الأحياء وبغضياف تم اغتياله من طرف الجنيرالات وأحد أسباب اغتيال بغضياف أنا دائما أعتقد أن هناك ثلاث أسباب رئيسية لقاتل بغضياف سبب هو أنه بدأ يفهم الأحداث ويعرف أن هناك رشاوي وفساد وأن الإسلاميين ليس كما قالوا عليهم والدليل أنه أطلق آلاف من الإسلاميين في العيد الكبير أو العيد الصغير لصادف آنذاك أفريل أو بداية مايو أو نهاية أفريل في 92 لأنه بدأ يفهم باللي موش كما قالوا له يعني لدهم للصحاري بعشرات الألاف أطلق منهم بغضياف الألاف وهذا كان مختلف مع نزار ومع الجنيرالات سبب إلى درجة أنه طرد محمد العماري من مكتبه بعدما اتخذ بغضياف قرار الإطلاق صراح هؤلاء محمد العماري اعترض ومحمد العماري يومها كان قائد القوات البرية فبغضياف قال له نترى يعني كان صدرت ملاسنة بيناتهم ومحمد العماري كان بذيء في الحديث مع بغضياف قال له إحنا جبناك ويش تحسب روحكي لأخيه فطردوا وكان في حال توطر شديدة وقال له منزيش نشوفه والدليل فيما بعد نزاري عينه مستشار عنده قال له معليش ويعني حاول يتوسط ما بين بغضياف ومحمد العماري إلى آخر قصة كاش نهار أيضا نحكو تفاصيلها سبب الثاني اللي قتل بغضياف هو أنه بدأ يكتشف الرشاوي الفساد وأرسل بعض الضباط إلى سويسرا وإلى فرنسا باش يبحثوا الميلة الفات تعال الفساد أكثر هذك الضباط تم اغتيالهم بما فيهم ضابط ما زلت أتذكر اسمه كان الكوموندو موراد إلى آخره وضابط آخر وقتلوا في ظروف باينة باللي اللي قتلوهم هما من جهاز النظام والسبب الثالث كان قضية حل الخلافات مع المغرب بما فيها قضية صحراء إلى درجة أنه بوظياف لما راح في باش يحضر العرس التاع ولده في ماي منتصف ماي 92 طبعا بوظياف كما قلنا كان قدسته وعشرين سنة في المغرب ملدينة القنيطرة بالذات وكان أولاده خلاص يعني عاشه ثمه وتربه ثمه وكان عنده عرس تأبنه وراح يحضر العرس واستقبلوا الملك الحسن الثاني وظهر معاه إلى آخره لكن بعد يومين أو ثلاثة من وصوله خرجوا في جريدة المساء آنذاك جريدة من جرائد العصابة مش عارف لا راح ما زالت موجودة ولا انتهت خرج ما قال يتهجم على الحكم في المغرب على النظام المغربي وعلى الحسن الثاني هجوم شديد وكاتبين والحلقة الثانية تأتيكم غدا أو بعد غد يعني كان الحلقة ثانية فبوظياف رفض لهم التليفون وقال لهم إذا خرجت الحلقة الثانية لن أعود لأنه كان هو سيبقى في المغرب أسبوع قالهم إذا خرجت الحلقة الثانية لن أعود وإذا لم يسحب هذا المقال لن أعود أعتقد أن يومها وقع على موته على اغتياله على قتله لأنهم شافوا باللي هذا مش رح يتحكموا فيه كما كانوا يظنوا كانوا يظنوا عمر 72 سنة وكبير ولا أخر ويدخلوها للوطنية والوطنجية وتنقذ الجزائر لأنه هكذا باش جابوه يعني وإلا بوظياف الاثنين وستين رفض في الواحد وستين لما راح له بوتفليقة المستشفى لسجن لسانتي في باريس باش يعرض عليه الحكم هو رفض ويتحمد رفض وبنبلغ قبل اللي رفضها بوظياف وهو عمره ربعين سنة قبلها هو عمره سبعين سنة وكانت تحد أخطاءه الكبرى فالمهم طبعا عرفوا ما أخرجش المقال الثاني ولما رجع كان بالنسبة إليهم بللي هذا خلاص ما نقدرش تحكمه فيه وأعتقد أن هذا الأسباب الثلاثة ملف الإسلاميين ملف الرشوة والفساد وملف العلاقات مع المغرب كان أدى إلى بالمناسبة في أيام بوظياف المغرب أرسل أرسل لأنه بوظياف أكيد قال لهم باش تساعدوني أرسل ملف لاعتراف بالحدود الجزائرية لأمم المتحدة بمعنى أن المغرب الطرف بالحدود الجزائرية اللي كانوا كانوا وقعوا عليها الاتفاقيات منذ منذ 71-72 بالمناسبة راه بومديان ساعد الحسن الثاني في الانقلابات بومديان وقعوا الانقلابين 71-72 على الأقل في أحد الانقلابات بومديان هو اللي يبلغ الحسن الثاني باش تشوفوا غرابة الأمر كان الحسن الثاني وقع على الحدود وخلاص لم يعد هناك مطالب للحسن الثاني في أي أرض جزائرية ولذلك العلاقات اللي كانت مقطوعة من 63 إلى 69 أو عادت وقعوا الاتفاقات وتعاون ملفات كثيرة متعاون لكن عادت العلاقات وانقطعت في الـ 75 بعد قضية الصحراء وعادت وحلت العلاقات وعادت العلاقات ديبلوماسية في 88 وبناء الاتحاد المغاربي في 89 ولقاء مراكش في فبراي 89 إلى آخره إلى أن جاء الانقلاب كما قلنا بوذياف أقنع الحسن الثاني لأنه كانوا وقعوا على الحدود لكن ما أرسلوش الوثائق للأمم المتحدة كان الاتفاق أن المغرب يرسل الوثائق إلى الأمم المتحدة يعترب الحدود الجزائرية كما هي كما قاتل عليها الثوار الجزائريين والجزائر تتفهم الوضع المغربي في الصحراء الغربية كان هذا هو الاتفاق مع بوذياف وهذا اللي رفضوه الجنيرالات وهذا هو اللي أدى كما قلنا أحد الأسباب الثلاثة إلى قتل بوذياف الآن حتى لا أطيل عليكم لأننا رأنا احتفتت سوائل حد الآن ومبرد بعض خوطنا يجيهم الأمر كلام لماذا لماذا واحد مثل شادلي وبوذياف وزروال هذه الرؤسات الثلاثة كلهم كانوا مقتنعين بضرورة حل المشاكل بين الجزائر والمغرب لماذا خلينا أعطي لكم بعض العنوين أولا على اللي جين هارز دون فصله فيها بعض العنوين فقط اللي كتبتها كما نقوله على السريح أول حاجة أو أكبر حاجة يتوقف سباق التسلح في العشرين سنة الأخيرة هذه صرفة الجزائر حسب المصادر الدولية هنا نعطيكم مثلا مصدر تلقاهه وهو معهد السلام في ستوك هولم معهد دولي للسلام في ستوك هولم واللي هو يتابع القضايا العسكرية والشؤون العسكرية والأمنية في العالم هذا المعهد يقول بأن الجزائر صرفت ما يقارب المياه وسبعة وربعين مليار دولار أو يزيد قليلا في عشرين سنة أي بمعدل أكثر من سبعة ملايير دولار على السلاح كل سنة باش تعرف القيمة هذه باش تعرف القيمة هذه المليار دولار في الجزائر اليوم يساوي اثنين وعشرين ألف مليار سنتيم بمعنى أن من خزينة الشعب كل سنة ولمدة عشرين سنة يصرف ما يزيد عن مئة وخمسين ألف مليار سنتيم مئة وخمسين ألف مليار سنتيم هل تتصورون هذا المبلغ؟ لمدة كم؟ لمدة عشرين سنة كل عام سبعة ملايير دولار وهي مئة وخمسين ألف مليار سنتيم بسعر السوق المغرب صرفت أكثر من ستين مليار دولار بمعنى ما يعادل ثلاث ملايير دولار سنويا على السلاح طعا الجزائر جزء الأكبر من هذا السلاح على أساس أن العدو في الغرب وجزء منه ما يسموه بالحرب على الإرهاب في كافة الأحوال كانت أموال ضخمة كم تحتاج الجزائر لصرفها على السلاح؟ ليس أكثر من مليار دولار في السنة يعني كون جات عندنا حكومة عاقلة راشدة لا تصرف أكثر من مليار دولار في السنة بل بالعكس تقوم بإنشاء الصناعات العسكرية بدل من الاستيراد لهو يخدم الدول التي تبيعك السلاح ويخدم الوسطة ويخدم صناصرة ويخدم الجنيرالات إذن أكبر شيء هو هذا الأموال ثم أكثر من ذلك مر على التوتر هذا الآن منذ 75 سنة يعني عمره تقريباً الآن 50 سنة في هذه الخمسين سنة مر على الحدود من جهة الجزائر مئات الآلاف من الجزائريين ومر على الحدود من جهة المغرب المغاربة مئات الآلاف من المغاربة وكلهم يعتقد أن الآخر رح يجمع ليه والآخر هو العدو كما اليوم رم كان يعتقدها في ونقع التواصل الاجتماعي ويضخمها آخرين ويستفيدوا منه إذن أكبر من واحدة من أكبر الكوارث على البلدين هو أن بدل هذه الأموال أن تصرف على التنمية تصرف على في المغرب هناك ملايين الناس يحتاجون إلى السكنات في الجزائر نفس الشيء في المغرب هناك ملايين الناس يحتاجون إلى عمل في الجزائر نفس الشيء في الجزائر هناك اختياج لمستشفيات ولجامعات على مستوى راقي في المغرب نفس الشيء أي أن الأوضاع الأوضاع متشابهة وإن كان للإنصاف أنا زرت المغرب في 2015 ولم أزور المغرب من 1991 حتى 2015 ولم أزوره إلا بعد أن ذهبت إلى دعوة لهؤلاء إخواننا اللي كانوا داروا أول مؤتمر لهم في 2015 اللي يسمون المغاربة المطرودين من الجزائر فحضرت مؤتمرهم تغيرت المغرب ماش هي نفس المغرب اللي اشتفلوا 1991 تغيرت الناس اللي يقولوا الآن تغيرت أكثر شيء جميل أي شيء يضاف للمغرب أو تونس أو ليبيا أو مصر أو الجزائر أو كلنا نفرحوا به كجزائرية وأعتقد أن نفس الإحساس عن الشعب المغربي أو الشعب التونسي أو أي إضافة أي تقدم لأنه هذا في فيدتنا جميعا لكن مع ذلك ما زال المغرب يحتاج كثير من الأشياء كما الجزائر مشكل التغيرات المناخية اليوم مشكل الجفاف في الجزائر والمغرب مشكل الطرقات مشاكل كبرى هذه الأموال لو صرفت على الهموم الناس ومشاكل الناس ومصالح الناس كانت ستخدم الناس وتخدم الشعب وتخدم البلد مش هنطول عليكم كثير لكن في اللايب القادم إن شاء الله نزيد المد ما هي ماذا خسرت المغرب والجزائر من هذه الخصومات وهذه الصراعات للأسف هناك من يريد أن تبقى إلى الأبد وهناك من ينجر وراء ذلك خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صغار وكبار إلى درجة إلى درجة أنه بعض الأحرار واحد منهم نكتب لي رسالة غدوة ممكن نقرأها ونجاوبه يقول لي أني شفتك أمس في قناة الحوار وبعد ما ما شكر إلى آخره إلا أن في الملف المغربي الجزائري أراك لم تكون منصفا للجزائر أنا أعرف أن ما أقوله لا يقبله أو لا يتقبله بعض الجزائرين حتى الأحرار منهم فما بالك بالوطنجيين كما لا يقوله أو لا يقبله بعض المغاربة حتى الأحرار منهم فما بالك بالوطنجيين لماذا؟ لأني لا أدخل في الصراعات والخصومات ودبازي اللي يحبوها بعض الناس ويخدموا عليها بعض الناس غدا بإذن الله صارح نضع نقاط أخرى ماذا خسرت الجزائر والمغرب من هذه الخصومات وماذا خسرت الشعبين والبلدين والدولتين حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر